الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جم عن الإحصاء عددها ونآ عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها فشكرا لله على هذه النعم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة نامية زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك من حرم الكفيل ومن عبق روحه الطاهرة ومن وفاء كفيه أصوغ أجمل آيات الترحيب وسور التهليل بمقاماتكم الكريمة وأنتم في حرم العميد وحامل اللواء قبل مدادك سعدا أيها الورق وراقص الشمس والأقمار يا أفق وانشر جناحك يا طير الهدى فرحا وضع كما لم تكن قد ضعت يا عبق واستمهل الشمس يا بسمات فرحتنا يغني عن الشمس في بسماتنا الألق أب الفضيلة والفضل الذي رزقت به الفضائل فانحلت لها الحلق عشيرة جلها الأقمار عشيرة جلها الأقمار إن قمر ينماز فيها ووسط النور يأتلق فتلك مرتبة في الحسن باسقة الخلق يصطع حسنا فيها والخلق عباسنا قمر عباسنا قمر لو قد بدى قمر في جنبه فلما مالت له العنق ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة العلامة السيد أحمد الصافي دام عزه السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى ضياء الدين دام تأييده السادة عضاء مجلس الإدارة الموقرون أصحاب الفضيلة والسماحة من العلماء والباحثين الأفاضل والأخوات الباحثات الفضليات السادة رؤساء الأقسام الأكارم ممثلوا الوزارات والمؤسسات الحكومية والمراكز البحثية والعلمية جميعا مع حفظ ألقابكم ومقاماتكم وصفاتكم الكريمة على الرحب والسعبكم جميعا في رحاب حامل اللواء ومفرج الكرب عن وجه سيد الشهداء عليه السلام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال إمامنا الرضا عليه السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه فأما السنة من ربه فكتمان سره قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وأما السنة من نبيه فمدارات الناس فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله بمدارات الناس فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء إن الله عز وجل يقول والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وروي عنه عليه السلام أنه قال أوحى الله عز وجل إلى آدم عليه السلام أني سأجمع لك الكلام في أربع كلمات قال يا ربي وما هن قال واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين الناس قال يا ربي بينهن لي حتى أعلمهن قال أما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لنفسك فالإمام الرضا عليه السلام يؤكد في تربيته للفرد والأمة على ثلاثة أبعاد العلاقة مع الله تعالى العلاقة مع النفس العلاقة مع الآخرين تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة جمعية العميد العلمية والفكرية وضمن فعاليات أسبوع الإمام الدولي الثاني مؤتمر الإمام الرضا عليه السلام الدولي الثاني خير ما نبدأ به هو آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الكريمة قارئ العتبة العباسية المقدسة القارئ الموفق الأستاذ عمار الحلي نستقبله وإياكم جميعا بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِكْرِ الْحَكِيمِ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قابل وَالَلَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَالَهُ كُنْ فَيَكُونَ جَامْ فَيُوَفِّكَ مِنْ بَعْدْ مَا جَاءَكَ من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم أكبر الحمد صلى على محمد وآل محمد طيَّب الله أنفاس القارئ وآسماعكم جميعًا نهدي ثواب الصلاة على محمد وآل محمد إلى قارئ القرآن الكريم وإلى والديه وإلى أمواتكم جميعًا اللهم صلِّ على محمد وآل محمد أفاطم لو خلت الحسين مجدلاً وقد مات عطشانًا بشط فراتي إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي أبنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلواتي قبور ببطن النهر من جنب كربلا معرَّسهم فيها بشط فراتي توف عطاش بالعراء فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي إلى الله أشكو لوعةً عند ذكرهم سقتني بكأس الثكل والفضعات إلى شهدائنا الأبرار شهداء العقيدة والوطن لا سيما شهداء فتوى الجهاد الكفائي المقدسة نقف إجلالاً جميعاً نقف إجلالاً لقراءتها بعد أن نعطرها بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نستمر بالوقوف إلى الاستماع إلى نشيد لحن الإباء نشيد العتبة العباسية المقدسة اشتركوا في القناة فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت العباء وقد كنت جيش الفدال الحسين وقد كنت جيش الفدال الحسين شكراً جزيلاً لكم جميعاً جعل الله سبحانه وتعالى ما أبديتموه ثواباً لكم دائماً غير منقطع الآن مع كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر يتفضل بإلقائها الأستاذ الدكتور سرحان شفات سلمان عضو الهيئة الإدارية لجمعية العميد العلمية والفكرية نستقبله جميعاً وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين سماحت السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السادة الملاك المتقدم لإدارة العتبة العباسية المقدسة السادة الحضور الكرام مع المحبة والإجلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الانعقاد الثاني لإسبوع الإمامة الدولي الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة وهذا هو الالتئام الثاني لليوم المسمى باسم الإمامين الهمامين الإمام الرضا والإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهما وعلى شجرة آل طاها شجرة النبوة والإمامة ومعان الرحمة الإلهية المهدات للعالمين وأسبوع الإمامة الأول والثاني وكل أسبوع يأتي محفوفا بالأنوار الإلهية والبشارات الربانية إذ يسبقه عيد الغدير الأغر وهو خلال أيام المباهلة مباهلة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مع نصارى نجران وتصدق أمير المؤمنين سلام الله عليه بخاتمه الشريف والبيعة الثانية لأمير المؤمنين عليه السلام ونزولوا ثمانية عشرة آية في فضل أهل البيت وشأنيتهم العظيمة الجليلة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا أيها السادة الحضور الكرام ينتظم هذا اليوم في قسمين القسم الصباحي مخصص للبحوث عن الإمام الرضا عليه السلام والقسم المسائي مخصص للبحوث عن الإمام الجواد عليه السلام وقد قدم لمؤتمر الإمام الرضا ستة عشر بحثا قبلت ثمانية وردت ثمانية منها وسوف تلقى خمسة أبحاث من الثمانية المقبولة وإنما حدد هذا العدد من البحوث التي تلقى لأغراض تنظيمية تتعلق بوقت الجلسات وبضرورات تنظيمية توجب أن يأخذ الباحث فرصته في الإلقاء وأن يأخذ المتداخلون فرصتهم في المداخلة تتشرف جمعية العميد العلمية القائمة على فعاليات هذا اليوم بأن تكون جزءا من جهات إقامة إسبوع الإمام ويقر بعينها أن تكون أعمالها كافة منظورة بعين المولى أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين سلام الله عليهما وأن تكون منظورة بعيني سماحة خادم أبي الفضل العباس السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دامع الزهر الذي انبثق هذا الأسبوع من فكره ومن تخطيطه ومن نظرته للإحتفاء ولدراسة سير وأعمال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سائلين المولى عز وجل أن نكون في موضع من وثق به فصدق من وثق به من سادته ومواليه وخدامهم المخلصين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الأكرمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس القريض يمل شد وعلاكم أتمل من قبل الطيور سماء وتفيض في مدح الرضا أقلامنا ليس التجف ولا يكون عناء لا يضمأ القلم الذي أم الرضا ويد الرضا فوق العقول شتاء وإذا المكارم لم تفد شطانه ستظل عطشا ليس فيها رواء والسحب إن لم تستضل بجوده فكأنها هي والدخان سواء فمديحه هو للمديح حياته وبيانه هو للبيان غذاء الآن مع بدء الجلسة البحثية يتفضل الأستاذ الدكتور أحمد صبيح الكعبي رئيسا لها ويصحبه المدرس الدكتور حيدر حسين الأعرجي وجميعا نستقبلهما بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سماحت العلامة السيد أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة دام عزه السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى الضيادين دام تأييده الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والصفات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبوة والإمامة صنوان العيف تريقان شعار أسبوع الإمامة الدولي الثاني الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة ونحن على عتاب اليوم الخامس من أيام هذا الأسبوع الذي خصص في جلسته الصباحية لإمام الرضا عليه السلام يعني هذه الجلسة الصباحية تكتنز خمسة أبحاث علمية تنوعت المادة العلمية لهذه الأبحاث بين التفكير القرآني والجوانب التربوية والصحية والبدنية والثقافية والأدبية وقبل أن أبدأ في أعمال هذه الجلسة أطلب وألتمس من الأخوة الباحثين الكرامة الذين يعتلون المنصة إلى استثمار الوقت المخصص لهم في التركيز على الجوانب الإجرائية والعملية والابتعاد عن المهاد النظري أو التعريف بالمصطرحات اللغوية أو المعجمية طبعا تحقيقا للفائد العلمي المرجوة من إنعقاد هذا الأسبوع المبارك المداخلة ستكون بعد كل بحث وليس في نهاية الجلسة البحثية يعني كل بحث له وقت محدد ثم بعد ذلك نستمع إلى المداخلات من أستاذ الحضور بعد كل بحث الإصطفاء الإلهي لألي محمد صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام الرضا عليه السلام قراءة تفسيرية عقدية موازنة لفضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي من العتبة الكاظمية المقدسة أدعوه إلى المنصة مسبقا بالصلاة على محمد وآلي محمد أدعوه إلى جناب الشيخ أدعو من السيد مقرر الجلسة إلى نعطي إجازة مختصرة عن سيرة فضيلة الشريخ الدكتور عماد الكاظمي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآله الطاهرين نبتدأ بتعريف الباحث وخير ما نبتدأ بتعريفه بأنه خادم للإمامين الجوادين عليهم والسلام هو الشيخ الدكتور عماد موسى الكاظمي حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم القرآن من الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية لندن فرع العراق عمله الحالي أمين أو مدير مكتبة الجوادين العامة في العتبة الكاظمية المقدسة له نشاطات علمية كثيرة أوراق بحثية مشاركات في العديد من المؤتمرات سيشرح الآن ببحثه الموسوم الإصطفاء الإلهي لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه في رواية الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قراءة تفسيرية عقدية موازنة فليتفضل مشكورا شكرا جزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة طاهرة زاكية نامية السلام على مولانا أبي عبد الله الحسين وعلى أخيه أبي الفضل عباس ورحمة الله وبركاته السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي شرفنا بالثقلين بالقرآن والعترة بحثنا الذي وفقنا إليه وذلك فضل الله تعالى علينا هو الاصطفاء الإلهي لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم في رواية الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قراءة تفسيرية عقدية موازنة الموضوع الأول قبل أن أدخل في البحث أحببت أن أبين أهمية البحث في العقيدة لا يخفى على السادة الحضور ومنهم نتعلم أن مسألة العقيدة مسألة مهمة جدا وهي جزء من شخصية الإنسان المسلم بصورة عامة ويجب عليه أن يبحث عن عقيدته أمام الله عز وجل أو بما يدين الله عز وجل بها وأن يراجع عقيدته ويتأمل فيها لأهمية ذلك فلذلك البحث في هذا الموضوع هو من المباحث أو من البحوث المهمة لأنها تتعلق بجزء مهم من شخصية الإنسان التربية العقدية طبعا لا يخفى على الجميع التربية بصورة عامة تكون على موضوعات متعددة مرأة تربية في المعنى العام نحن أردنا أن نسلط الضوء على التربية العقدية هل نحتاج إلى تربية عقدية للمجتمع؟ طبعا يقينا في مثل هذه الظروف التي نحن فيها الآن والإنفتاح والشكوك والعدو وما يصلط الضوء على شبابنا بالذات نحتاج إلى تربية جديدة تقوم على أساس العقيدة على أساس أن نعرفهم عقيدتهم وأن نرسخ فيهم العقيدة لنحصنهم من تلك الأمور التي تأتيهم أهمية الرجوع إلى روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فهم القرآن الكريم أو في ترسيخ العقيدة هذا أمر بديهي فحديث الثقلين يؤكد ذلك ولا يحتاج حديث الاصطفاء الذي حاولت أن أكتب فيه طبعا هذا الحديث هو حديث للإمام الرضا صلى الله وسلامه عليه في محظر المؤمون عندما يسأل طبعا في محظر المؤمون سوف أذكر جزء من هذه الرواية عن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني المدار يدور حول هذه الآية المباركة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من هم العباد؟ العامة قالت العباد هم الأمة والإمام سلام الله عليه يقول العباد هم الأمة فنحن ندور حول هذا المدار أو الإمام الرضا صلى الله عليه يدور حول هذا المدار هذا الحديث طبعا مصدره الأساس الأول كما حسب التتبع الأولي هو تفسير العياشي المتوفى عام 328 وبعد ذلك المصدر الآخر هو الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه المتوفى عام 381 فهنا الموضوع حول هذا الأمر الإمام سلام الله عليه في هذا الحديث الذي يعد طبعا من عيون أحاديث الأمة عليهم السلام فيما يتعلق في الجانب العقيدة يحتاج منا أن ندرس هذا الحديث يحتاج منا أن نبين هذا الحديث الإمام سلام الله عليه يبين أن الله تعالى قد اصطفى لأمة عليهم السلام في 12 موضعا في القرآن ظاهرا وإلا باطنا الإمام لا يسلط الضوء على ذلك فهنا هذا الحديث يبين لنا تلك الموارد التي استشهد بها الإمام عليه السلام من خلال القرآن الكريم ولما كان القرآن الكريم هو مصدر التشريع ولما كان القرآن الكريم هو المصدر الأساس لمعرفة عقيدتنا فعلينا بالتالي أن ندرس هذه الآيات المباركة الواردة عن ثقل القرآن وهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم طبعا الإمام سلام الله عليه هذه الروايات وأغلب هذه الروايات طبعا الأخوة العزاء السادة يعرفونها بعضها لم تكن مشهورة جدا بما وردت في الروايات المورد الأول الآية الأولى التي سلط عليها الضوء إمامنا رضا عليه السلام هي آية الإنذار وهذه الآية هي مهمة جدا لا يخفى عليكم هي هو التأسيس للإمامة منذ بداية البعثة النبوية ومن ثم آية التطهير وثالثا آية المباهلة يستشد بالإمام الرضا عليه السلام والمورد الرابع آية البيوت قبله وهذا الذي سوف أسلط علي الضوء في هذه الدقائق والمورد الخامس آية حق المودة القربة والمورد السادس آية المودة والمورد السابع آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمورد الثامن آية الخمس والمورد التاسع آية أهل الذكر والعاشر آية التحريم والحادي عشر آية مؤمن آل فرعون والثاني عشر آية الصلاة والاستبار عليها هذه الموارد الإمام الرضا عليه السلام يقول للحاضرين من العلماء الذين كانوا في محضر المأمون أن جميع هذه الآيات هي تسلط الضوء على آل محمد وتبين مقامهم ومنزلتهم من قبل الله عز وجل طبعا الرواية بدقيقة واحدة أذكر جزءا منها لأنها رواية طويلة أكثر من صفحات ثمان قال المأمون أخبروني عن معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقال العلماء الذين كانوا حاضرين في محضر المأمون أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها يعني الله تعالى اصطفى الأمة كلها فقال المأمون ما تقول يا أبا الحسن فقال الرضا لا أقول كما قالوا ولكني أقول أراد الله تبارك وتعالى بذلك العترة الطاهرة الله اصطفى كما في قول تعالى أن الله اصطفى آدم وكما في شعار المؤتمر حقيقة شعار رائع جدا هو النبوة والإمام الصنوان لا يفترقان أمران متعلقان بالله تعالى ليس متعلق بأحد الآن الإمام سلام الله عليه قال الرضا فسر الاستفاء في الظاهر سوى الباطن في 12 موطنا وموضعا يذكر الإمام سلام الله عليه هذه الموارد التي مررت عليها سريعا وهي الموارد المتعددة ابتداء من آية طبعا آية الإنذار وكما مر علينا يوم أمس هي آية المباهلة ويستشد به الإمام سلام الله عليه نحن أردنا أن نسلط الضوء على هذه الرواية وعلى كل موارد من خلال العقيدة ومن خلال التفسير في قراءة موازنة والأساتذ أفاضل يعلمون ما هي معنى الموازنة ويفتح المجال طبعا للباحثين في دراسة مقارنة أنا من فضل الله تعالى في العام السابق كتبت في الموارد الستة الأولى وبيدي كتبت لعل الله يوفق باحثا آخر فيبحث في الموارد الستة الأخرى وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك الذي كتب بيده أيضا يبحث في الموارد الستة الأخرى فتنتهي بذلك ما يتعلق في الموارد الاثني عشر الإمام سلام الله عليه في هذه الآية بالذات أخواني عزيزي طبعا بعضها هو معلوم وبعضها يعني أدعي أنه قليل يذكر قال الإمام الرضا عليه السلام وأما الرابعة من الموارد التي اصطفى فيها آل محمد فإخراجه الناس من مسجده ما خل العترة حين تكلم الناس في ذلك وتكلم العباس في رواية وفي رواية الحمزة فقال يا رسول الله تركت علي وأخرجتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا تركته وأخرجتكم ولكن الله نؤكد هنا إن الله اصطفى ولكن الله يعني التساوي الألفاظ ويتعلق بما يتعلق بالله عز وجل ولكن الله تركه وأخرجكم وفي هذا بيان الكلام للإمام الرضا عليه السلام وفي هذا بيان قوله لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى ما علاقة هذا الحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى بالموضوع هنا قال الإمام الرضا قال عليه السلام قول الله عز وجل هنا الآية القرآنية التي يستشهد بها الإمام سلام الله عليه وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ بمصر بيوت لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة هنا الموضوع آية القبلة أنا سميتها أو سميت حديث القبلة وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة الإمام هنا يقول ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى وفيها أيضا منزلة علي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكلام للإمام الرضا ومع هذا دليل ظاهر في قول رسول الله حين قال إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا كذا إلى آخر قوله تعالى طبعا هنا يذكر الإمام الرضا عليه السلام عندما نأتي إلى التفاسير القرآنية في موضوع هذه الآية آية واجعلوا بيوتكما قبلة هذه الآية حقيقة عندما نتأمل الله عز وجل يأمر موسى وهارون يجعل بيته قبلة والإمام الرضا عليه السلام يوازن ما بين هذه الآية المبارك وما يتعلق بمنزلة أمير الممنين علي بن أبي طالب عليه السلام تحتاج إلى تأمل عندما نرجع إلى التفاسير أو طبعا عقيدتنا واضحة عقيدتنا أن الإمامة هي امتداد للنبوة وعندما نرجع إلى التفاسير التفسير الأول من تفاسيرنا هو تفسير العياشي ينقل هذه الرواية عن أبي رافع إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرواية التي أنا أقول لعله تكون قليلة ترد على الأسماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يبني لقومهما بمصر بيوتا وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيه كذا وأن عليا مني بمنزلة هارون وذريته من موسى فلا يحل إلى آخر قوله أن لا قال إلا علي وذريته فمن ساءه ذلك فها هنا هذه الرواية تكملة الرواية فمن ساءه ذلك فها هنا وأشاره في الرواية يقول بيده إلى الشام طبعا هذه الرواية رواية واضحة من الرواية من الروايات الخاصة أيضا تنقل عن الإمام الرضا عليه السلام من الروايات العامة السيوط المتوفى 910 ينقل سبع روايات فيما يتعلق في تفسير هذه الآية المباركة واحدة من هذه الروايات هي أيضا هذه الرواية ويرفعها أو يذكرها عن أبي رافع بسنده الخاص إذن هذه الرواية وردت في تفاسير العامة والخاصة الفيض الكاشة طبعا بعض العلماء كلهم ينقلون منها النتيجة من هذا الموضوع هناك علاقة وثيقة فيما يتعلق بين أمير الممني عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما العلاقة بين هارون من موسى في الحديث الشريف وكما لها علاقة في هذه الآية المباركة هل هذه الآية المباركة ذكرت فقط عند المفسرين؟ طبعا لم تذكر فقط عند المفسرين عندما نرجع إلى المحدثين في كتب الأحاديث نرى أيضا هذه الروايات قد استشهد بها بل قد استشهد بأكثر منها المغازلي في كتابه الشافعي طبعا في كتابه مناقب الإمام علي عليه السلام المتوفى 483 يعني في القرن الخامس الهجري يذكر هذه الرواية طبعا رواية طويلة الآن جزء أذكر بعض أجزاء هذه الرواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر بغلق جميع الأبواب ويبقى بابه علينا عليه السلام هناك كان وجد عند بعض الصحابة عند بعض أهل البيت جاء عمه وعاتبه هنا قال طبعا الإمام عليه السلام كان لا يعلم أهله منهم أم من غيرهم هنا قال له النبي كما في رواية ابن المغازلي يقول قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسكن طاهرا مطهرا والله إلى أن يقول لهم والله ما أعطاه إياه إلا الله يعني هذه المنزلة التأكيد على أن هذه المنزلة وهذه المنقبة هي ليست اجتهاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرف البعض ودرس البعض هل أن النبي يجتهد أم لا يجتهد وهذا موضوع عند الأخوة الأفاضل يعلمون ذلك إلى أن يقول قام النبي خطيبا فقال إن رجالا يجدون في أنفسهم في أني أسكنت علي في المسجد والله ما أخرجتهم ولا أسكنته إن الله عز وجل أوحى إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة هذا المقطع هذا الذي يحتاجه أنه الاستشهاد بنصل الآية المباركة التي ذكرها الإمام الرضا عليه السلام إلى أن يقول وعلي عليه السلام هو مني بمنزلة هارون من موسى طبعا هذا الرواية أنا ذكرتها في البحث رواية كاملة الرواية فيها جو عام وفيها جو خاص ولو أردنا أن ندرس الجو العام والجو الخاص والحالة النفسية للجو العام والجو الخاص سوف نخرج بنتائج متعددة هذا رواية أولى رواية ثانية ينقلها بسند ثاني إذا صار الوقت قريب إلا أذكر في رواية ثانية أيضا بسند ثاني يذكر ابن المغازل لهذه الرواية وفي سند ثالث طبعا في هذه الرواية يقول فأني أمرت بسد هذه الأبواب لم أكن أنا أمرت ولكن الله أمرني نؤكد على هذه الألفاظ أن الأمر متعلق بالله تعالى إن الله اصطفى إن الله أمرني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك فمن حاجك فقل تعالى الأمر أمر الإمامة كله متعلق بالله عز وجل إنما يريد الله لو تأملنا في هذه الألفاظ التي يستعملها القرآن الكريم لرأيناها ألفاظ تدل على المقام الإلهي لأهل البيت عليهم السلام طبعا وفي سند ثالث أيضا ابن المغازل يذكر رواية أخرى وما يتعلق أؤكد بهذه الآية المباركة المتعلقة بمنزلة أمير الممنين عليه السلام طبعا هذه الحديث المنزلة من الحديث المشهورة لا يخفى عليكم ذكر من الخاصة ذكره شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه شيخنا الصدوق ذكره أيضا رضوان الله تعالى عليه المسلم بن الحجاج أيضا ذكره في صحيحه البخاري ذكره والبخاري ذكر رواية أنت مني بمنزلة هارون من موسى بسبعة عشرة سندا يعني سبعة عشرة رواية ذكرها البخاري فيما يتعلق بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى طبعا روايات متعددة أنا ذكرت كما أسلفت رواية واحدة أحببت أن أؤكد على العلاقة الوثيقة ما بين الثقلين ما بين القرآن وما بين العسرة هذا جانب وأحببت أن أؤكد على أهمية الرجوع إلى هذه الروايات ودراسة هذه الروايات لا دراستها من حيث الألفاظ فقط ممكن هذه الروايات تدرس من جوانب متعددة واحدة من تلك الجوانب هي التربية العقدية التي نحن نحتاج إليها والتي نثبت من خلالها مدى تمسكنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأن هذا التمسك بهم هو ليس أمرا عاطفيا وأنما هو قائم على أسس ثابتة في العقيدة أسأل الله تعالى أن تكون محاولة موفقة وأن تكون محاولة تفتح المجال أمام أخوتنا الأعزاء الذي أنا بكل تواضع أقول نحتاج إلى دراسة روايات أهل البيت دراسة جديدة من جوانب متعددة روايات أهل البيت ممكن أن تدرس من جوانب متعددة وهي مجال لجميع الباحثين وأشكر الأخوة والسادة القائمين على هذا المؤتمر الذي هو أنا أقوله وأدين لله عز وجل أنه ثورة علمية فيما يتعلق بالإمامة أسأل الله تعالى أن تكون انطلاقة ولا تقف عند حد بحق محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لجناب الشيخ الدكتور عماد الكاظمي على عرضه هذا وأشكره أيضا لأنه التزم بما خصص له من وقت الآن المداخلات على هذا البحث إذا كانت هناك ثمة مداخلة سلام عليكم ورحمة الله مصطفى مصري العاملي أحسنتم وأجدتم شيخنا فيما ركزتم عليه من أن المنطلق لتقييم أي فرد هو الجانب العقائدي وما فصلتم فيه من أبعاد الرواية بأبعادها العقائدية ولكن ورد في بداية كلامكم ونهايته مفردة عبرتم عنها بالتربية العقائدية ألا ترون أن في ذلك تناقضا مع المنطلق الأساس باعتبار أننا ندرك تماما أن التربية لها أنماط متعددة ومنطلقات كل تربية بعدها العقائدي فعندما نقول أننا نريد أن ننطلق في تربية عقائدية فهي تكون لاحقة للعقيدة وليست منطلقا للعقيدة فالعقيدة أولا ثم نتحدث عن الصور التربية ألا يكون في ذلك دور فيما ذكرتم فيه أن العقيدة التي يجب أن تكون أولا انطلقنا من الجانب التربوي لتحديد العقيدة وكما تعلمون أن التربية متعددة الأنماط جزاك الله جناب الشيخ شكرا جناب الشيخ متفضل طبعا إذا كانت هناك مسامحة في الألفاظ فيقينا كما تفضلت العقيدة هي المسألة الأساس والعقيدة أنا قلت هي جزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان المسلم فبما أن هذا الجزء لا يتجزأ فيقينا يجب أن نبتدأ بذلك الجزء لكن بصورة عام أنا أيضا قلت التربية العقدية باللفظ العام وليس باللفظ الخاص أننا نحتاج من خلال أدعي من خلال تواصلنا مع المجتمع مع شبابنا بالذات بالذات مع الشباب نحتاج نعرفهم العقيدة نعم هذه مسألة أساسية وثابتة وراسخة لا يمكن يجب علينا أن نراجع عقيدتنا إن قلنا في كل يوم هذا مسامحة في كل لحظة يجب علينا أن نراجع عقيدتنا فأنا عندما أقول تربية المجتمع تربية عقدية لا أقصد ما تفضلتم به وإنما الأساس هو أن نبني العقيدة عند المسلم بصورة عامة وما يتعلق بالإمامة بصورة خاصة ثم نربيهم كيف يتعرفوا على ذلك جزاك الله خير ينبه أخوتي وأحبتي على تعبير شائع ورائد جداً ينبغي التأمل فيه حديث الثقلين الصحيح حديث الثقلين أو حديث الثقلين وليس الثقلين ملحوظة بسيطة ولكنه لا بأس بمراعاتها فإن حديث الثقلين له معنى آخر ما شرعتم به في هذا البحث شروع موفق وهو الإشارة إلى هذا المنهج منهج الرابط والعلاقة بين القرآن وبين الحديث الشريف نرى الإمام الرضا سلام الله عليه قد أسس لهذا المنهج في هذا الحديث الذي ذكرتمه وهذا منهج سليم ينبغي للباحثين أن يلاحظوه في بحوثهم وهو أنصر قوة في تراثنا الروائي وفي تراث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أذكر ملاحظة أو ملحوظة صحيح أذكر ملحوظة بالنسبة إلى هذا البحث لعلكم ذكرتموه لا أدري أن البحث ليس بأكمله موجود بين أيدينا فقط الملخص وهو ذكر الآراء والاحتمالات والتفاسير المخالفة والإجابة عليها يعني مجرد أنه نذكر ما ذكره الإمام الرضا سلام الله عليه مثلا بالنسبة إلى هذه الآية واجعلوا بيوتكما أو بيوتكم قبلة فهناك تفسير رائج أيضا المراد بالقبلة التقابل بين البيوت وليس القبلة بمعنى جعل شيء أمام الواقف على أي حال إتمالا وإتماما للبحث إذا كان هناك إشارة إلى التفاسير الأخرى لتقوية ما ندعيه وما نستفيده من أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وأيضا لسد الأبواب أمام التشكيكات والشبهات التي تنطلق من هنا وهناك وشكرا شكرا جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عنوان البحث الأخ الكريم الباحث يدخل في الجانب القدسي في حيات أئمة أهل البيت سلام الله عليهم هناك جوانب متعددة في حيات أئمة أهل البيت هذا البحث يدخل في الجانب القدسي وهو الإصطفاء هذه مسألة جدا مهمة وفي مقدمة الحديث تحدثتم عن التربية العقدية وحقيقة هناك هجمة التي أسميها من أنصاف العلماء أنصاف المثقفين على هذا البعد القدسي في حياة الأنبياء وفي حياة الأئمة فكنت أتمنى وهذه إن شاء الله في المستقبل أن يضع الباحث خطوات عملية لتطبيق نتائج هذا البحث على طبقات المجتمع المختلفة يعني كيف نربي المجتمع بطبقاته المختلفة صغار كبار نساء رجال كيف نربي المجتمع على هذه الجنبة وهي الجنبة القدسية في حياة الأئمة سلام الله عليهم أو الأنبياء من قبل ذلك فهذه مسألة جداً مهمة وهذه توصية حتى للأخوة في اللجان التحضيرية والعلمية أن يكون هناك تركيز نحن لسنا الآن يعني بحاجة العلماء المفكرين كتبوا كثيراً عن النظريات فيما يرتبط بالتربية العقدية في جوارب مختلفة حتى بالجانب القدسي ولكن انزال وإفراغ هذه النظريات وتطبيقها على طبقات المجتمع المختلفة التي هي مستهدفة من قبل المشككين من قبل المرجفين هذا أمر أنا أعتقد جداً مهم ويجب أن يأخذ بنظر الاعتبار جزاك الله خير الجزاء وأسأل الله توفيق للجميع هذا سيدنا اللي أنا أقول نحن نحتاج في كل يوم في كل ساعة في كل لحظة أن نراجع العقيدة نحتاج أن نعتني بالمجتمع حقيقة يعني العلم يكون بالقرب من الشباب سوف يطلع على بعض الأفكار التي غريبة جداً لا أقول غريبة فقط بعضها غريبة جداً حقيقة فضلاً عن الإعلام المصلط والإعلام الموجه لهذا الأمر فيقينا أن نحن من خلال هذه المؤتمرات نحتاج إلى خطوات عملية لكي نتحدث مع أبنائنا في هذا الجانب جزاك الله خير شكراً جزيلاً جناب الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم شكراً لهذا العرض الجميل وهذا التقديم الذي أفادنا كثيراً في مرويات التي رويت عن الإمام الرضى في هذا الموضوع الحساس والملاحظة التي أردت التنبيه عليها وهي فكرة الإصطفاء الإصطفاء من الموضوعات العقدية المهمة جداً قد ينصر في الذهن لدى جميع السامعين والقارئين على أن الإصطفاء مخصوص بالأنبياء في حين في عقيدتنا أن الإصطفاء يمتد إلى الإمة المعصومين عليه السلام ولذلك أنا كنت أتمنى أن تسلط الضوء على قضية إصطفاء الأئمة بالأدلة القرآنية وبالأحاديث النبوية لكي يكون هذا الإصطفاء واضحاً ومفهوماً لدى من لا يدرك إصطفاء الأئمة وأقترح أن يكون عنوان للمؤتمرات القادمة منصباً على إصطفاء الأئمة لأننا بحاجة إلى تعميق فكرة الإصطفاء الإلهي للأئمة المعصومين وشكراً جزيلاً جداً بالدكتور بزاكل الله خير دكتور طبعاً بالمناسبة طبعاً أنا بمحظر الأساتذة ماذا أتحدث عن الإصطفاء أمر ثابت لديهم يعني كناقل التمر إلى فبالتالي أنا أحببت إشارات في موضوع الإصطفاء وإشارات إلى أن الأئمة عليه السلام ما هو دورهم في هذا الجانب وفسح المجال أمام الرجوع إلى الروايات حقيقةً الروايات أستطيع أن أقول إما بعضها تهجر وإما بعضها تأخذ من زاوية بسيطة معينة وأما يسلط الضوء على جزء معين منها هذه الآية بالذات هذه الآية يعني أنا من وجهة نظر أرى أن التسليط الضوء عليها قليل هذه الآية وعلاقتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلتها من وجهة نظر أرى ذلك أن التسليط الضوء عليها قليل لذلك أحببتم في خلال هذه الدقائق أن أبين هذا الأمر وإلا طبعا يقينا لإصطفاء أمر ثابت لدى الجميع هذا الأمر مهم جدا يعني أنا لعله في نصف دقيقة يسمح للدكتور يعني مسألة الإمام أخواني عزيزي يعني مسألة واضحة في القرآن الكريم أن الأمر متعلق بالله تعالى أنا يوم أمس كنت أتحدث مع بعض الأخوة الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونبتهل لو ثم نبتهل ثم نبتهل يعني على فهمي لا أقول تفسير إن لم يحضر هؤلاء لا مباهلة إن لم يجتمع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لا مباهلة يعني إن لم يجتمع هؤلاء لا نصر للدين علينا أن ندرس هذه الموضوعات ثم نبتهل وليس ونبتهل يعني الله تعالى يقول أقولها وأنا معتقد بذلك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يحضر علي وفاطمة والحسن والحسين لا تباهل هذا بعد ماذا يقول القرآن الكريم وماذا يقول النبي عندما يقول إن أنا دعوت فأمنوا هذه كلها بصراحة يعني واضحة لكن الذي لا يريد أن ينظر هذه مسألة نحن في هذه المشكلة الآن جزاكم الله خلال جزاء مداخلة أخيرة أفن في بيجاز آخر مداخلة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ الدكتور نعم الموسى بجامعة ميسان كلية التربية سماحة الشيخ تحدث في البداية عن التربية العقدية وقال هي جزء مهم من الشخص أو الإنسان المسلم على حد علمنا القاصر لا تقتصر فقط على الإنسان المسلم وإنما حتى على باقي الأديان كديانة النصرانية واليهودية وغيرها كل ديانة إلها محتقد وحتى في عالمنا اليوم الكثير منهم هناك اللي يحتقد بأمور ربما خرافية فيجز من حياة أي إنسان لا تقتصر فقط على الإنسان المسلم الشيء الثاني شيخنا تحدثت عن كلمة الإصطفاء واخذتها بكتب التفسير وكتب الصحاح والحديث بإجمال نعم يعني بإجازة إلى القصد هل كلمة الإصطفاء ومصلحة الإصطفاء ألا يوجد لها ذكر في كتب التواريخ كتاريخ الطبري تاريخ العقوبي غيرها فقط تؤخذ من كتب التفاسير والأحاديث طالما هو بحث وربما يكون هناك يشتم البحث على الأخذ من كل المصادر وتدعمها حتى تكون الخطة أو خطة البحث أو منهج البحث تكون كانت شكرا جزيلا أحسنتم أحسنتم طبعا المسألة الأولى العقيدة تتعلق بكل إنسان يقينا هذه مسألة بجهية لكن نحن نتحدث عن الشريعة الإسلامية المقدسة في هذا الوسط الجانب الآخر في التاريخ هذه المؤتمرات تفسح المجال طبعا للآخرين كلهم باختصاصه إن شاء الله الذي يريد أن يدرس في التاريخ هناك اختصاص ولعله يرى ذلك الأمر في التاريخ طبعا موضوعنا كان فيما يتعلق بالتفسير والعقيدة شكرا جزيلا الله يسلم شكرا جزيلا أعسف أعجب الله شكرا جزيلا البحث البحث الثاني التفكير القراني في مناظرات الإمام الرضا عليه السلام دلالة الاستفاء ايضا اختيارا لجناب الأستاذ الدكتور صبا عيدان العبادي أدعوه إلى المنصة مسوقا بالصلاة على محمد وعالي محمد وادعو أيضا سيد مقرر الجلسة لأن يعطي إيجازا عن سيرة جناب الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور صباح عيدان حمود العبادي اللقب العلمي أستاذ منذ عام 2020 حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة البصرة قسم اللغة العربية في اللغة العربية وآدابها التخصص الدقيق علم اللغة يعمل تدريسيا في كلية التربية في جامعة ميسان وهو أستاذ الدراسات القرآنية وعلم الدلالة لمرحلة الدراسات العليا وأستاذ النحوي وعلم اللغة وتحليل النص القرآني في الدراسات الأولية أشرف على عدد من رسائل العلمية والأطاريح ناقش عددا كثيرا من الرسائل والأطاريح لديه العديد من البحوث المنشورة في المجلات المحكمة لديه كتابان مطبوعان الأول البحث الدلالي في آيات الأحكام عند السيد الخوئي قدس سره الشريف والكتاب الثاني فهم الخطاب القرآني بين الإمامية والأشاعرة وهو الآن سيلقي بحثه الموسوم التفكير القرآني في مناظرات الإمام الرضا عليه السلام دلالة الإصطفاء اختيارا فليتفضل مشكورا شكرا جزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله ومن واله اللهم صلي على محمد وآل محمد أرى بخلا في الصلاة على محمد وآل محمد فأرجو منكم أن ترفع أصواتكم لتزداد البركة في هذا الذكر العظيم اللهم صلي على محمد وآل محمد السادة الحضور كلا بإسمه ولقبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشكر الوافر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر مؤتمر الإمام العظيم شكرا لكم على كل الجهود المبدولة لإنجاح هذا المحفل العلمي وشكرا مضاعفا لقبولكم أن أكون من بين المشاركين في هذه الجلسة العلمية الكريمة المباركة ربما من توارد الخواطر أن يكون بحثي أيضا يسير في مسار البحث السابق ويتكلم عن دلالة الإصطفاء ولكن ربما يختلف المنهج وتختلف النتائج أيضا وربما سأحاول تغييرا حتى لما كنت ناوي أن أطرحه أن أجيب على بعض التساؤلات التي طرحت على مفهوم الإصطفاء طبعا أنا لدي بحث آخر مستقل منشور في مجلة كلية الآداب في جامعة الكوفة عنوانه مراتب الدلالة القرآنية بين الاجتباء والإصطفاء وقد طبعا الحمد لله البحث كان موفقا هناك مراتب يمر بها الإنسان المصطفى حتى يصل إلى هذه المرتبة يعني الإصطفاء هو آخر مراتب الجعل الإلهي إني جاعلك للناس إمامة هذا جعل لم يأتي مباشرة وإنما مر النبي الله إبراهيم عليه السلام مر بمراحل واختبارات حتى وصل إلى درجة الإصطفاء وكذلك أبونا آدم عليه السلام إن الله اصطفاه بعد أن مر بمرحلة المعصية ثم التوبة ثم الاجتباء فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه ثم بعد ذلك قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين اللي يحب يطلع على هذه المراتب موجود البحث منشور وموجود في الانترنت اسمه مراتب الدلالة القرآنية بين الاستفاء والاجتباء البحث الذي في هذه الجلسة هو عنوانه التذكير القرآني في مناظرات الإمام الرضا عليه السلام لذلك أنا أختلف مع زميل البحث الذي سبقني وقال هي رواية بالحقيقة ليست رواية هذه الآية وهذا الحوار الذي قال ما به الإمام عليه السلام كان مناظرة عقدها المؤمون وقد حضرها جمع من العلماء من المذاهب الإسلامية المختلفة وكان الإمام عليه السلام حاضرا في هذه المناظرة وأجابه سوف أحاول أن أبين هذا النوع لذلك أنا سوف أركز على قضيتين قضية المناظرة وعلم المناظرة المناظرة علم يحتاج مننا إلى جهود كبيرة وخاصة المناظرات التي تعقد في محظر أهل البيت عليه السلام فشكلت المناظرات تراثا فكريا وألميا وتربويا لا يستهان به في المدونة العربية وقد صنفت حولها مصنفات كثيرة وامتلأت بها كتب التراث الأدبي والعقدي بصورة عامة وسجلت لنا كتب التراث الشيعي بصورة خاصة عددا من المناظرات العلمية في مجالات ثكرية متنوعة كان أقطابها غالبا أئمة أهل البيت عليهم السلام وأصحابهم وأتباعهم ويتميز هذا النوع من المناظرات بالحضور الذهن التام عند أئمة أهل البيت عليهم السلام في عملية الحوار والاحتجاج على مناظرهم واستعمل النص القرآني في الرد على خصومهم دعما للحجة عليهم لأنهم يدركون تماما أن النص القرآني هو الأقوى حجة عن غيره من النصوص إذا ما استعمله أهله ووضعوه في الوجه الذي أراد له مبدعه وهنا يبرز الدور التربوي الذي تعكسه المناظرات العلمية إذ يجب أن تكون من أصحاب التخصص في فهم محاورها واستعمال الأدوات المناسبة لها فضلا عن احترام الخصوم وعدم فضلا عن احترام الخصوم وعدم الاستهان بهم حتى يتشكل لدينا منظومة تربوية أخلاقية تجبر الخصم على الإصغاء وتجبره على السماع بدون تشنج وبدون الابتعاد عن محاور المناظرة إلى مهاترات أخرى وهذا ما كان يفعله أهل البيت عليهم السلام وقد سلط البحث الضوء على مناظرة مهمة في إثبات الأصل العقدي عند مدرسة الإمامية وبيان دلالة الإصطفاء ومعانيها المفترضة قرآنيا ومحاولة استثمار حضور النص القرآني في توضيح معاني هذه المفردة المهمة طبعا هذا تأكيدا لكلام الأستاذ الدكتور كريم ناصح أن هذه المفردة فعلا مفردة مهمة وهي مصطلح قرآني بحث يحتاج إلى وقوف وأبحاث كثيرة وحسم الجدل في تشخيص المصاذيق القرآنية لدلالة الإصطفاء ومن هنا جاء العنوان بسمة التفكير القرآني في مناظرات الإمام والرضا عليه السلام دلالة الإصطفاء اختيارا ونعني بالتفكير القرآني حضور النص القرآني في ذهن المناظر بسرعة البداها والقدرة على تكثيف مجموعة من النصوص القرآني التي ترتبط في سياق بؤرة المناظرة من دون تردد في إصابة الدلالة المرجوة كشاهد ينسجم مع قوة الحجة وقوة البيان أما الإصطفاء طبعا أنا عندي بحث لغوي كامل على الإصطفاء على هذا طبعا لم يأتي إلا بعد الإصطفاء وكذلك الإختيار إني اخترتك لرسالاتي الخطاب إلى موسى عليه السلام وإيضا الإصطناع وإيضا الإشتباء فهذه كلها مراتب تكون نهايتها يكون نهايتها والإشتباء مع الرغبة في جعل الشيء واختياره صافيا ووجود هذه الطاء اصطفاء هي تسمونها بالعلم الصرف المفاعلة تائل الطاء طبعا تقابل التاء في هذا المعنى فهي تاء المفاعلة وهذا يعني في علم اللغة أن هناك اهتمام من الفاعل بالمفعول أو من المصطفي بالمصطفى يعني الله يريد أن يصطفي أشخاصا بعينهم لأمور هو يريدها أهمها الاستفاء للرسالة مثلا كما قال تعالى لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي هذا نوع من نوع الاستفاء وهناك اصطفاء للملك كما قال الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل في شأن طالوت إن الله اصطفاه عليكم ملك أيضا هذا نوع من أنواع الاستفاء وهناك اصطفاء لوراثة الكتاب وهو طبعا يشمل الأولياء ويشمل الأئمة عليهم السلام وأيضا استفاء للحكمة وأيضا استفاء لمجموعة من خلقه لقيادة الشعوب إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين طبعا وفي قراءة عبد الله بن مسعود وآل محمد صلى الله عليه وآله اللهم صلى على محمد يعني هناك قراءة عبد الله بن مسعود وآل محمد طبعا فؤم علماء نيدخلون آل محمد مع آل إبراهيم عليهم السلام ذرية بعضها من بعض هذه درجة من درجات الاستفاء المتوارث يعني الاستفاء يكون عن طريق الوراث وطبعا هذا السؤال ابتدأ بالمناظرة من جلسة أو جلسة عقدها المؤمون في محظر الإمام الرضا عليه السلام قائلا اخبروني عن معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فقال العلماء أراد الأمة كلها فقال المؤمون ما تقول يا أبا الحسن طبعا المؤمون هس سؤال توضيحي استفزازي أراد أن يعرف رأي الإمام لا أعلم لكن الإمام كان منتبها وملتفتا لذلك لحظ جواب الإمام وجانب التربوي في جواب الإمام ونحن الآن نعقد في هذا تحت عنوان المبادئ التربية عند العم عليهم السلام فقال الرضا عليه السلام لا أقول كما قالوا لم يكذبهم لم يسخف رأيهم لم يهاجمهم وإنما قال عبارة طبعا لفتة تربوية أخلاقية فلم ينكر عليهم قولهم بلهجة أو بتنفرهم أو تقلل من شأنهم بل عبارة فيها من الشفافية والسعة تجعل المتلقي يلتفت إلى جواب الإمام ثم يتقبله بكل رحابة صدر لا أقول كما قالوا ما قال إنهم كذبين أو إنهم مخطئون أو كذا نعم ولكن أقول أراد الله تبارك وتعالى بذلك الإترة الطاهرة عليه السلام فقال المأمون وكيف عنا الإترة دون الأم هذا شيء مهم حتى الإمام رح يوضح معنى الإصطفاء فبدأ الإمام يوضح تخصيص الوراثة بالإترة عن طريق طرح مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الذي خفف عن سماحة الشيخ جزاء الله خير بعرضها أو عرض أكثرها فقال عليه السلام لو أراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنة لقول الله تعالى فمنهم ظالمون لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فاستعان الإمام بسياق هذه الآية لكي يثبت أنه لا يمكن أن تنطبق على الأمة لأن هذه الأمة فيها ناس ظالمين لأنفسهم ظالمين لغيرهم وبما أن الإصطفاء هو درجة من درجات الإمامة أو هو صفة من صفات الإمامة فلا يمكن أن يكون الذي يرث الكتاب المصطفى أن يكون ظالما بدليل قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فالظالمون لا يمكن أن يكون أن يكونوا من المصطفين أو من الذين يستحقون وراثة الكتاب وهذا استدلال منطقي رائع من الإمام عليه السلام فلا يمكن أن يكون هذا طبعا ناتج عن تبحر الإمام ومعرفته وعلمه السابق وعلمه اللدني كلها أشياء حضرت في هذه اللحظة للإجابة نعم وحينها لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هذه الوراثة أو هذه الوراثة للأمة بأجمعها بل هي وراثة خواص الخواص الذي قال عنهم الإمام الرضا عليهم السلام أما علمتم أنه وقعت الوراثة والطهارة على المصطفين المهتدين دون سائرهم قالوا ومن أين ذلك يا أبا الحسن لحظة هذه محاورة ومناظرة قال من قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون فلا يمكن أن يكون الأمة فيها فاسق وفيها منحرف وفيها ظالم وفيها ظال فلا يمكن أن تشمل الاصطفاء أو وراثة الكتاب تشمل هؤلاء فصارت وراثة النبوة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين أما أما علمتم ربما واحد يسأل سؤال لماذا نوح عليه السلام لديه من ذريته ابنه فالإمام أراد أن يوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون ابن النبي أو ابن الإمام أيضا معصوم وينال درجة الاصطفاء فطرد ابن نوح من هذا لأنه كان عاصيا لأبيه فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أي أنه لا يستحق الوراثة التي منحت لأبيه نوح عليه السلام نوح مصطفى لكن ابنه لم يكن من المصطفين لماذا؟ لأنه خالف الشريعة وهو طبعا كما نص القرآن طبعا هناك أيضا علاقة بين الاستفاء والتطهير حول الإمام أن يوضحها عليه السلام عندما جاء بقوله تعالى إنما يرد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والقرآن أيضا استعمل الاستفاء مع التطهير يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطحرك واصطفاك على نساء العالمين فهناك علاقة كبيرة بين الاستفاء والتطهير والوقت ربما يداهمنا ويلاحقنا هناك طبعا آيات أخرى أيضا الإمام حدد حصرا الوراثة الكتاب بالاستفاء بالعترة وبعد ذلك خصص العترة وقالهم آل الرسول فقالوا له كيف يكون ذلك بآل الرسول دون غيرهم وقد قال رسول الله إنما آلي هم أمتي قال وهل تمنع الأمة من الصدقة؟ قالوا لا طبعا أراد أن يأخذ الجواب من أفواههم هل تمنع الأمة من الصدقة؟ قالوا لا قالوا لكن أهل البيت آل رسول الله يمنعونه من الصدقة فهذا تخصيص لآل البيت عليهم السلام طبعا البحث أيضا ممتع وممكن الاطلاع عليه من الأخوة الموجود عدوم النتائج طبعا التي توصل إليها البحث والتوصيات أنا طبعا من ضمن التوصيات أنه أدعو إخواني التركيز على المناظرات التي عقدت لأهل البيت عليهم السلام في كتب التفسير وكتب الحديث الكثيرة وكذلك أهمية الاستفادة من طبيعة هذه المناظرة وأيضا جوانب التربوية المهمة التي يمارسها الإمام الآن مناظرات موجودة على قدم وساق في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن للأسف تندرج إلى الشتمي والسبي والقذفي بدون أدلة والتالي الإنسان يفقد القيمة العلمية الحوار يبتعد عن طريقة المثلى لكن أهل البيت دائما علمونا على الهدوء في المناظرة وكذلك عدم التجاوز على الخصوم وإنما أنا أريد أنا صاحب رأيي صاحب فكرة أريد أن أوصل هذه الفكرة بطريقة نقية وزكية ويركز الإمام دائما على الجانب العلمي دون الجانب الشخصي لذلك الإمام لم يذكر ولم يشر إلى نفسه بهذه المناظرة أبدا يعني ما قال أنا من العترة ولا قال أنا من الآل وهذا طبعا شيء مسلم لكنه ما أراد أن يجعل الخصوم يقول هذا يدافع عن نفسه وإنما هو كان يدافع عن فكرة عامة فكرة قرآنية ابتدأها في الجواب على هذا السؤال أختصر جدا وأشكر الأخوان على سعات صدرهم وأقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله الطيبين شكرا جزيلا لجناب الأستاذ الدكتور صباعي دان العبادي على ما قدمه وعلى التزامه بالوقت أيضا ونستمع إذا كانت هناك ثمة مداخلة أيضا مع جناب الشيخ مصطفى العاملي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام شكرا على موضوعكم الذي نعتبره متكاملا مع الموضوع السابق وإن كان لكل منهما خصوصية من جانب معين ذكرتم في كلامكم أن تفسير التفكير القرآني تقصدون منه معنا معينا وهو حضور النص القرآني عند المناظر سرعة بديهية حضور النص القرآني عند المناظر ولكن في أثناء بحثكم ذكرتم شيئا يتناقض مع فقرة وردت في الملخص قلتم في الملخص أن النص القرآني هو الأقوى حجة عن غيره من النصوص وما ذكرتم فيه من بحث بيّن أن الحجية في النص القرآني تعتمد على ما بيّنه الإمام عليه السلام باعتبار أن النص القرآني بحد ذاته لا يمكن أن يكون الأقوى حجة لأن القرآن حمال أوجه فعندما يأتي علم الإمام الذي عبر عنه أنه القرآن الناطق ليبين موارد استعمال النص حينئذ تكون الحجة قوية في ذلك وليس استنادا إلى النص بدون بيان الإمام وشكرا شكرا جيزينا بالشيخ الفاضغ جيزينا بالشيخ شكرا لكم هناك ثلاث حيثيات في بحث مفردة الإصطفاء الحيثية الأولى تعين المفهوم في نفسه وكنا نتوقع أنك تبين الرابط بين هيئة الكلمة وبين المادة حتى تكتشف لنا الدلالة الصحيحة لمفهوم الإصطفاء الحيثية الأخرى تحديد الدائرة إلى أي حد يمتد هذا الإصطفاء هل يشمل الظالم أو لا يشمل الظالم هذا تحديد إطار مفهوم الإصطفاء الحيثية الثالثة تعين المصداق هل ينطبق هذا المصداق على جميع الأمة أو على الخاصة من الأمة أو على الأئمة سلام الله عليهم أجمعين ثلاث حيثيات ينبغي التفكيك بينها في هذا البحث حتى يتجلى لنا مفهوم الإصطفاء بشكل واضح ومحدد وأعتقد إذا كان لم يخني سمعي أظنه حدث سبق لسان في تعبيرك أنه أحدث تشويشا في أذهاننا لتبيين معنى الأصطفاء وشكرا شكرا جناب الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة إلى سماحة الشيخ العاملي بيان دور الإمام في بيان النص القرآني طبعا هذه قضية مسلمة وبديهية وأنا أشرت إلى هذا قلت أن عندما يكون النص والتفسير بيد أهل الخبر أو أهل الاختصاص سوف يعطي نتائج مختلفة وطبعا نحن نعتقد أن الإمام المعصوم هو قادر ومهيم على معاني النص القرآني ولكن مع هذا نجد أن الإمام أحيانا يفسر بعض المفردات بمعنى يختلف في سياق يختلف عن معنى آخر سياقنا آخر أذكر مثال طبعا مهم جدا جاء أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام في موسم الحج فسأله يا ابن رسول الله ماذا تعني كلمة تفثهم فقال الإمام هي إزالة الدرن عن الجسد وجاء آخر فسأل الإمام نفس السؤال وعلى نفس المفردة فقال له الإمام هي لقاء الإمام المحصوم فأجاب بإجابتين مختلفتين بسياقين مختلفين لأن الذي سأله بالأول قدر فهمه على قدر هذه الإجابة والذي سأله مرة أخرى أجابه على قدر فهمه لهذه المفردة وطبعا إذا نريد أن ندقق بالمصطلحين نجد فروقات كبيرة لذلك لما سئل من أحدهم قال يا ابن رسول الله لقد أجبت بإجابتين مختلفتين قال نعم وأين فلان من فلان أنا أجيب على قدر المتلقي فالإمام أيضا حضور هذه حضور الإجابة بإجابتين مختلفتين يدل على أن الإمام له القدرة والهيمنة على الإجابة عن كل المفهومات القرآنية وكل بحسب سياقه الشيخ الطبسي كل ما قلته شيخنا موجود في داخل البحث وتفاصيله موجودة ولا تستحق الإعادة لأن أنا مختصر يعني أجبري أني مختصر على أن أختصر أيضا هاشم الشيخ أو السيد هاشم المكسوسي المعصية طبعا أنا عبرت بلسان القرآن القرآن صريح جدا وقال نعم هسا المعصية هي ترك الأولى المعصية هي مثل الأمر لم يكن أمرا مولويا وإنما كان أمرا إرشاديا المعصية تختلف عن الذنب ما قال أذنبه وإنما قال عصى والتطبيق الحقيقي والواقع للمعصية الآن نستعمله نحن في كل يوم ولا يعاقب العاصي مثلا أبنك يخالفك في اتجاه معين وأنت تسميه قد عصاني ولكنه ربما لا يستحق العقوبة فآدم عليه السلام القرآن يعبر وعصى آدم عبارة صريحة جدا لا نستطيع أن نتقلى عنها نعم نرجع إلى معنى المعصية وفي تفسير روايات أهل البيت عليهم السلام عن المعصية نجد أن المعاني مختلفة أما بالنسبة لإستاذ الدكتور سامي ماضي طبعا جزاك الله خير لأن أبهتني إلى هذه الورشة أنا لم أكن حاضرا فيها ولم تصني هذه المعلومة حتى أنسجم مع وجهة نظريكم أما مصطلح التناص حقيقة مصطلح خطير جدا وهو الآن في المفهوم النقدي الحديث ربما يدخلنا في متاهات كبيرة إذا استعملناه مع هذا لأن التناص هو نقل نص آخر أما القرآن نص مختلف نص معصوم نعم الإمام هو قرين القرآن بنص الثقلين حديث أو الثقلين كما قال أحد المشايق قبل قليل الإمام هو عدل القرآن وهو النص الناطق أو هو القرآن الناطق لكن القرآن نص خاص هو نص إلهي بلسان الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكون التناص لا ينطبق نعم ربما مصطلح التفكير أنا يعني أعني به شيء آخر في داخلي والمعنى في قلب الشاعري والباحث شكرا لكم جميعا وآسف على الإطلال وأرجو أن أكون قد قبلت من بعضكم وليس كلكم أكيد لأن هناك اختلافات في وجهات النظر وكرروا شكري لكم وأنا سعيد أن أكون جالسا بين يدي سماحة المتولي الشرعي استاذي وزميلي أيضا أنا كنت طالبا في الحوزة وقد ربما لم يتذكر أنني جيدا سماحة السيد شكرا لكم جميعا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد شكرا جزيلا لجناب الأستاذ الدكتور صباح عيدان العبادي على ما قدم البحث الثالث هو لجناب الأستاذ الدكتور نجم عبد الله الموسوي من جامعة ميسان عنوان البحث دور الإمام الرضا عليه السلام في تحقيق التوازن النفسي للفرد والمجتمع نستقله بالصلاة على محمد وآل محمد كما أدعو زميلي السيد مقرر الجلسة إلى أن يعطي أيضا إيجازا عن سيرة جناب السيد الدكتور نجم عبد الله الموسوي السيرة الذاتية للباحث هو السيد الأستاذ الدكتور نجم عبد الله غالي الموسوي من كلية التربية في جامعة ميسان أستاذ المناهج وطرائق التدريس وأمين مجلس جامعة ميسان ومدير تحرير مجلة أبحاث ميسان نشر أكثر من ثلاثين بحثا في مجلات علمية وعالمية مختلفة أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه ألف أكثر من عشرين كتابا منها التعلم التعاوني والنظرية البنائية واستراتيجيات ما وراء المعرفة وإضاءات تربوية في بناء المناهج والتفكير التربوي واستراتيجيات تدريسه وسيلقي الآن بحثه الموسوم دور الإمام الرضا عليه السلام في تحقيق التوازن النفسي للفرد والمجتمع فليتفضل مشكورا شكرا جزيلا إن الله وملائكته أنا استنجد بسماحة السيد فالدقيقة مستقطعة يعني ما دام إحنا في حرم العباس سلام الله عليه في عام 2018 رح تكلمها بلغتي البسيطة اللي دارت مع السيد الوالد الله يرحمه قلت ليابا يقولون العراق راح يعطش وجدق وكذا فقال لي قويه السيد نجم العراق بالعباس ما يعطش السلام على ساق العطاشة ورحمة الله وبركاته البحث الموسوم دور الإمام الرضا سلام الله عليه في تحقيق التوازن النفسي للفرد والمجتمع طبعا جانبين في البحث على وفق منهج البحث التربوي والنفسي جانب نظري وجانب عملي الجانب النظري يهدف البحث الحالي إلى معرفة الدور الذي أداه الإمام الرضا عليه السلام في تحقيق التوازن النفسي للفردي المسلم وللمجتمع المسلم فقد كان للإمام الرضا دورا مباشرا مباشرا وإسهامات كثيرة في البناء الروحي والجسدي والفكري والعقائدي والتربوي فضلا عن البناء والدعم والتوازن النفسي الذي لا يقل أهمية عن الجوانب والبناءات الأخرى كونه الوسيلة الأهم لخلق إنسان ومجتمع متوازن نفسيا وجسديا وإيمانا من الإمام الرضا عليه السلام بأن الفرد المسلم يحتاج إلى من يدعمه نفسيا ويجعله محققا لذاته واثقا من نفسه فلا بد من توجيهات وإرشادات تحصنه نفسيا وترسم له الطريق الواضح الذي يجب أن يسير عليه ليكون مجتمعا يمتلك صفات وسمات إيجابية نافعة وسليما نفسيا وفي هذا البحث سيعتمد الباحث منهج البحث التربوي في تسليط الضوء على أهم الجوانب التي ركز عليها الإمام الرضا عليه السلام والتي تعتبر الأداة الفاعلة في تحقيق الصحة النفسية والسلامة والدعم النفسي للفرد المسلم وللمجتمع من خلال أقواله الشريفة وأفعاله المباركة وتوجيهاته السديدة وما صدر عنه من مناظرات ورسائل هذا فيما يخص الجانب النظري السادة الحضور الإنسان يتكون من جانبين مهمين هم الجانب الجسدي والجانب النفسي وهناك تلازم فيما بين هذين الجانبين أي مشكلة نفسية تؤثر على الجانب الجسدي وأي مشكلة جسدية تؤثر على الجانب النفسي فلدينا في العلوم التربوية والنفسية نوع من الأمراض تسمى الأمراض السايكوسوماتية هي الأمراض النفسية الجسمانية الذات منشأ نفسي الأم المعصومين وهذا ما بيناه في كتابنا الصحة النفسية عند أهل البيت حرصوا حرصا كبيرا على المحافظة على سلامة الفرد المسلم من الناحية البيولوجية من الناحية الجسدية وهناك توجيهات كثيرة في هذا المجال وما الرسالة الذهبية وما توجيهات الإمام الرضا سلام الله عليها الطبية في هذا المجال في خصوص الجسم وكيفية المحافظة عليه خير مثال على ذلك أما في هذا البحث فاستعرض الباحث وخصوصا في المبحث الثالث الجانب العملي أنه لدينا مجموعة من المعايير العالمية التي من خلالها نستطيع أن نحقق التوازن النفسي يعني هذه المعايير هي من خلالها نحكم على مدى سلامة الفرد وسلامة المجتمع وبالتحديث سلامة الفرد من الناحية النفسية هناك كثير من المعايير لكن الباحث انتقى المعيار الأكثر انتشارا أو الأشهر وبنفس الوقت الأكثر عالمية وإحنا في نفس الوقت أدنى معايير خاصة لأهل البيت سلام الله عليهم الباحث تناولها في كتاب الصحة النفسية أما في هذا البحث استعرض الباحث المعايير العالمية حصرا لكي يثبت بأن هناك دورا كبيرا للإمام الرضا سلام الله عليه وأكيد لأهل البيت كذلك في المحافظة على الصحة النفسية للفرد والمجتمع المعيار الأول الذي ثبته عالميا هو الصحة حتى يكون الإنسان متزن نفسيا يجب أن يتمتع بصحة جسمانية مستقرة وتعد الرسالة الذهبية للإمام الرضا وتوجيهات طبية خير مثال على ذلك وأختصر الكلام في هذا المعيار المعيار الثاني الاستقرار المهني الإمام الرضا في هذا الجانب يقول سلام الله عليه أن الذي يطلب من فضل يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله أي على رأي الإمام في هذا المعيار أن العمل وطلب الرزق الحلال من أهم الأسس التي تحقق التوازن النفسي والسعادة النفسية للإنسان وتحفظ له ماء وجهه وكرامته وقد حرص الإمام في هذا المعيار طبعا الأقوال منتقات في كل معيار أن تقي مجموعة من الأقوال وهنا أذكر قول واحد فقط لاختصار للوقت فلاحظ الإمام يؤكد على مسألة السعي في طلب الرزق الحلال وعلى ضرورة أن يكون للإنسان عمل يخدم به نفسه ويخدم به المجتمع الذي يعيش فيه المعيار الثالث الاستقرار الأسري تكوين الأسرة في رأي الإمام متطلب أساسي من متطلبات الصحة النفسية والبناءات النفسية السليمة فنراه يؤكد يروى عنه أنه كتب له أحد الأشخاص أن لي قرابة قد خطب لي ابنتي وفي خلقه سوء فقال لا تزوجه الإمام الرضا يعني أنت معيار أنه لا تزوجه لأنه هذا سيء الأخلاق ما رح تنبني أسرة صحيحة وقد حذر الإمام الرضا سلام الله عليه من ترك الزواج وتكوين الأسرة فإن يروى أن أمرأة سألت أبا جعفر عليه السلام فقالت أصلحك الله أني متبتلة فقال له ما تبتل عندك قالت لا أريد التزويج أبدا قال ولما قالت ألتمس في ذلك الفضل قال انصرفي فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة عليه السلام أحق به من كي أنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل فحرص الإمام على مسألة الاستقرار الأسري وتكوين الأسرة وبنائها بناء صحيح فكلما كانت الأسرة مرتكزة على أسس المودة والمحبة والاختيار الصحيح والمناسب كانت عاملا من عوامل الاستقرار النفسي أربع المعيار الرابع تجنب الضغوط نلاحظ الإمام سلام الله عليه لديه مجموعة أحاديث في هذا المذمار ومن ضمن هذه الأحاديث يقول سلام الله عليه وإياك مكاشفة الناس فأن أهل البيت نصل من قطعنا ونحسن إلى من أساء إلينا فنرى والله في ذلك العاقبة الحسنة فيجب على الشخص أن يواجه الضغوط التي تتعرض لها وأن يتغلب عليها ولا يكشف عيوبه للآخرين ولا يكشف عيوب الآخرين بنفس الوقت مهما كان الصراعي ومهما كان النزال المعيار الخامس مهارة حل المشكلات نرى الإمام الرضا سلام الله عليه يقول في هذا المعيار صديق كل أمرئ عقله وعدوه جهله وكذلك يقول لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال التفقه في الدين وحسن التقدير والصبر على الرزايا فتعتبر مهارة حل المشكلات أو مواجهة المشكلات في وجهة نظر الإمام الرضا من الأمور المهمة والتي تشكل عاملا أساسيا ومقوما واضحا من مقومات الصحة النفسية لكي لا ينهار الإنسان أمام المشكلات التي تعترض طريقة والتي ممكن أن تسبب له مسألة الإحباط النفسي المعيار السادس التخلص من الطاقة السلبية عن الإمام الرضا سلام الله عليه المسكنة مفتاح البؤس وكذلك هناك أحاديث كثيرة من تكلف منها من تكلف ما ليس من عمله ضاع عمله وخاب أمله فيرى الإمام أنه على الإنسان دائما أن يكون متفائلا منفتحا متوقعا للخير متسما بالطاقة الإيجابية وبالوقت نفسه أنه قادر على أن يتخلص ما لديه من طاقة سلبية قد تسبب له مشاعر القلق والتوتر ومن ثم التكاسل والتثاقل وعدم الإجتهاد والسعي في طلب الخير والتوفيق له المعيار السابع الاستعداد للطوارئ من معايير الصحة النفسية ونرى الإمام الرضا سلام الله عليه يقول الصبر عدة البلاء وأقوال كثيرة في هذا المجال أو ردها الباحث وغير الباحث موجودة في كتب المرويات عن الإمام سلام الله عليه وهنا يضع الإمام الرضا اعتبارا جيدا للتفاؤل ويجب على الإنسان أن يدرس معطياته وأن يتوقع لكن أن لا يتشاؤم ممكن أن يعني هذه هو حياة وممكن أن تحصل في الحياة كثير من المطبات كثير من المنغصات لكن إذا ننهار أمام المنغصات فبالتحديد لا يستطيع الإنسان أن يستمر في تحقيق مسيرته كفرد صالح في بناء المجتمع والنهوض به المعيار الثامن التمسك بالعلاقات الإنسانية وهنا يؤكد الإمام على ضرورة بناءات المجتمع بناء صحيح على وفق القوانين السماوية والإلهية والإنسان لم يخلق ليعيش وحده إنما هو كائن اجتماعي يتفاعل مع الآخرين أخضا وعطاءا فهنا قول للإمام رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر هذا الحديث ضمن هذا المعيار فضلا عن المعايير الأخرى الاستقرار الروحي المعيار التاسع دكتور أحمد نعم الاستقرار الروحي وهنا يرى الإمام سلام الله عليه أنه لا ينعم الإنسان بحياته إلا بسوى وجود طاقات روحية تجعله يدرك الهدف من وجوده ومع اختلاف الديانات برزت أيضا مؤتقدات غير سماوية هدفها الوصول لحكمة خلق الإنسان لكن يبقى الديانات السماوية هي المرتبة الأولى لخلق الجانب الروحي الإيجابي لدى الفرد فنلاحظ الإمام سلام الله عليه يقول أحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا استقرار روحي الإنسان الذي عنده أخلاق مستقر روحيا في تعامله وتفاعله مع الناس الآخرين كذلك لديه قول أحسن الظن بالله فإن من حسن ظنه بالله كان الله عنده ظنه المعيار العاشر والأخير ضمن المعايير وأنتقل للتوصيات التعلم من التجارب بالطبع الإنسان يمر بمجموعة تجارب وخبرات ومنها السيء ومنها الجيد وعليه أن يتعلم من هذه الخبرات ما هو مفيد له في حياته وبنفس الوقت يكون قادر على تجاوز المحن التي قد تمر به ولا ينهار نفسيا ولا يضعف نفسيا إنما من هذه الصعوبات ومن هذه التجارب يستفيد ليكا ليينطلق للبناء الصحيح فنلاحظ الإمام الرضا سلام الله عليه يقول كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون وكذلك هذه تجارب الأمم السابقة يجب أن يستفيد منها الإنسان في حياته لكي يحصن الجانب النفسي وحادث أخرى في هذا المجال انتهي هذا المعيان طبعا نتائج البحث باختصار لأنه الدكتور أحمد الزمني بالوقت نلاحظ أن الإمام الرضا أولا يدعو الفرد إلى التكيف الإيجابي مع المجموعة الصالحة والعيش بأمن وأمان وعافية في نفسي والجسد ومن ثم تكون حياة الأفراد الآخرين أكثر قيمة وذاته معنا كلما كانت الأمور النفسية أكثر واستقرارا سعى الإمام الرضا ثانيا سعى الإمام الرضا عليه السلام إلى محاربة اليأس والقنوط لأنهما حالة المقيتة تؤدي إلى الوقول في الأمور السلبية وقد تزيد من الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى الإنسان المريض نفسيا تلاحظه يعني قد يثق لا يثق بالله ويثق بأمور أخرى فالإنسان المستقر نفسيا لا يكون أكثر قرب إلى الله سبحانه وتعالى على وفق المعايير الإسلامية الصحيحة توجيه الثالثا توجيه الإمام الرضا سلام الله عليه باعتماد الصبر والثبات والقوة في الشخصية أي على وفق هذه المعايير الإنسان المؤمن يجب أن يكون ذو شخصية قوية وليست شخصية ضعيفة وهذا تلازم قوة شخصية مع البناء النفسي للإنسان كذلك أرشد الإمام الرضا عليه السلام في هذه الأحاديث المعيارية التي ذكرناها قبل قليل بتجنب الإحباط النفسي في الحياة أو بالشعور بالحسرة والانفعالات المزعجة والمؤلمة لأن الإحباط من أهم الأساسيات من أساسيات الأمراض النفسية أن يشعر الإنسان بالإحباط والنتائج التوصية الأخيرة أنه الإمام سلام الله عليه يدعو الإنسان أن يكون ذو تفكير إيجابي متفائل ولا يضع وقته في تستذكار الأمور السلبية لأنه قد تؤدي إلى عرقلة عمله وقلة بناءاته النفسية الصحيح والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطلا حياكم الله جناب السيد الفاضل الأستاذ الدكتور نجم عبد الله الموسوي على ما قدمه ومع لحاظ أنه من الضرورات استبدال كلمة دور بكلمة أثر لأننا في اللغة الدور هو الطبقة فنقول الدور الأول والدور الثاني في البناء أما الأثر فهو الدليل نعم ويا جزاكم الله خير الجزاء الآن إذا كانت هناك ثمة مداخلة من هذه الجهة فضول الدكتور هاي جهة أوليدي وبعدين ننتقل إلى جناب الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الدكتور جبار أيدان من جامعة فغداد متقاعد حاليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على محمد وعلي محمد السلام عليكم جناب الباهث في بداية عرضه لموضوع بحثه تحدث وقال أن الإنسان يتكون من جانبين الجانب الأول جانب النفسي والجانب الآخر هو الجانب الجسدي وهذا صحيح وفق نظرة المحللين النفسيين لكن وفق نظرة الإسلام كما أرى أنه ذو ثلاثة جوانب هذه الجانب هي الجانب الجسدي والنفسي والروحي حسنتم دكتور نعم وقد تحدث في نهاية بحثه أتى في القرآن الكريم الروح كثيرة تحدثها الله سبحانه وتعالى عنك أحسنتم ويسألونك على الروح وغيره أحسنتم دكتور نحطر أجعب مباشرة أفوا فيما يخص كلمة أثر أو دور نحن ملزمين بمنهجية البحث أدنا في منهج البحث النفسي إذا كتبنا أثر يعني المنهج تجريبي فهنا أحيانا نتقيد يعني بالمنهجية البحث هي التي تقيدنا بالكلمة دائما كلمة أثر والأساتذة المتخصصين أثر تأثير يعني يجب أن يكون المنهج تجريبي فإن شاء الله نوجد لهذا الحل يعني بإذن الله جناب الدكتور جبار عيدان أستاذنا المحترم والصمت في حرم الجمال جمال وأستاذنا وتاج راسنا إن شاء الله فيما يخص كلامك دكتور صحيح لكن أنا هنا في هذا البحث تناولت المعايير العالمية يعني بعيدا قصدت أن أخذ المعايير العالمية حتى إحنا في معاييرنا الإسلامية صحة نفسية المعيار الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى فباستعراض المعايير أنا تعمدت أن أخذ المعايير العالمية المنتشرة فكلامك صحيح لكن أنا متقصد يعني أن أستعرض برؤية أكاديمية وبعدين أراجت على الرؤية العالمية وبعدين الإسلامية شكراً أنتم جنب الشيخ نعم استعال بابا المايك شكراً للباحث العزيز حياكم الله أنا أسمعت مصطلح المعايير نعم أسأل للتأكد ولستم اعترضاً هل أنكم متقصدين ومتعمدين لهذه المفردة لأن الذي سمعته من خلال البحث ليست معايير وإنما هي محطات لبرمجة التوازن بين النفس بين الفرد والمجتمع وليست معايير معايير لها سقف فوقاني وهذه في الحقيقة عبارة عن محطات في البرمجة لإحداث التوازن بعنوان سؤال هذا أمر الأمر الآخر أرجو من أخوتي أذكر نقطة مختصرة جداً طرق الباب أحدهم على الجاحق فقال له من أنت؟ قال له أنا فقال له أنت والطرق سواء أحبتي يا عزائي أنا خادمكم ملخص البحث ينبغي أن يحمل روح البحث لا أنه على الأقل يشتمل على فرضية الفرضية التي ينطلق منها الباحث أهم نتائج البحث نحن نواجه بيانات كلية في هذا الملخص وهذا الفلسفة الوجودية للملخص أنك تحاول أن تكبس وتضغط هذه المعلومات الواسعة في قالب مختصر يسير الأمر الثالث بالنسبة إلى مراعاة اللغة العربية في نقل النصوص على الأقل الآيات والروايات الصبر عدة وليس عدة يا أستاذ نصوص المعصوم ونصوص القرآن ينبغي أن تقرأ بدقة وأعتدر شكراً لسماحة الشيخ المحترم على هذه التوجيهات فيما يخص كلمة المعايير هذه واردة في ميدان تخصصنا واردة في ميدان تخصصنا ولا أستطيع أبدلها بمحطات أو وقفات أو كذا هذه الزامل تخصص هذه عندنا معايير نحن في العلوم التربوية والنفسية والأخوة الجالسين المتخصصين يعني عرفون نحن عندنا هذه معايير على الأضواء ننطلق معايير نفسية معايير تربوية هذه خاصة بمجال عملنا أما الجانب الثاني فيما يخص الملخصات فهذه جانب تنظيم إن شاء الله يخص البحوث كلها بإذن الله تعالج مستقبلاً أما فيما يخص اللفظ فأعتدر النص مكتوب صحيح مأخوذ من المصادر المعتبرة لكن لفظي ونطقي ليس صحيحاً لا شكراً على التنبيه وإن شاء الله تعالى في الحصبات جناب السيد فضلوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفا وصلى الله وعلى رأيبه المصطفى وآله الشراء بدءاً شكراً لكل الأخ والعزاء الذين تقدموا جناب الشيخ عماد ودكتور صباح وجناب السيد الدكتور نجم عوداً على بدء بشكل سريع جداً ما تفضل به الشيخ والدكتور بما يتعلق من مسالة الإصطفاء طبعاً هذا لا محذور منه من جهة تكرر المصطلح لأنه الإمام عليه السلام الإمام الرضا في حياته الشريفة هناك بعض القضايا المركزية كما غير من الإمام عليه السلام الإمام الكاظن الإمام الصادق عليه السلام كل واحد من الأئمة في حياة مركزية حدثت أشياء وحديث الإمام الرضا بما يتعلق في المناظرة أو الحديث طبعاً هو لا مشاحة يعني ممكن هي مناظرة من جهة وممكن أيضاً هو حديث باعتبار نطق به النبي صلى الله عليه وآله لأن الأحاديث في بعض الحالات لها ظرف أن تنشأ ومرات ابتداء أن الإمام يبين يعني هذا ليست مشكلة هي وإنما أسباب الرواية مناظرة أو سؤال أو ابتداء على كل حال فمسألة الإمام الرضا عليه السلام هناك مسألة مركزية حدثت عند الإمام ولذلك قضية الواقفة التي مر فيها الإمام الرضا واجهها بكل يعني ما أوتي سلام الله عليه من فرصة ولذلك هذه الأحاديث الإصطفاء الإمام كان يعني فيها المسألة التي كانت تدور حولها والظروف التي كانت تساعد بعض الواقفة الذين أنكروا الإمام الرضا عليه السلام باعتبار أن الإمام الكاظم لم يمت وانقلب بعض شخصيات مهمة من الرواة عندنا انقلبوا على الإمام عليه السلام من أجل طمع دنيا فهذه القضية المركزية لا مانع أنه يكون هناك تسليط ضوء عليها أعتقد كما فعل الأخوين العزيزين وإن لم يذكروا الواقفة لكن مسألة الإصطفاء وهذا الحديث الطويل والإمام استثمر وجوده في مجلس المامون حتى يبين هذه المسألة لأهميتها ولذلك لم يشر لنفسه حتى لا تعتبر هي دفاع شخصي عنه مع الواقفة وأنما بين الأمور العامة وشاهده هو الإمام يسأل عن أي سؤال الإمام يجيب ولعل هذا أفضل الشواهد على من يدعي الإمام أن يسأل فيجيب بالنسبة لجناب الأستاذ السيد نجم جزال الله خير طبعا هذا المبحث الذي ذكره وأنا أستميح الأخوة الحضور يعني أو الحاضرين عذرا لقد الإطالة في بعضها إلا أن عليهم السلام لهم مناهج في إيصال المعلومة إلى شيعتهم إلى ناسهم وهذه المناهج قطعا تختلف بحسب الظرف لكنها تشير إلى نقطة واحدة يعني القرآن الكريم الآن عندما يعرف يقول الكتاب هداية مع تخصصاته الواسعة وأساليبه أو أساليبه المتنوعة في إيصال الفكرة بين القصة وبين الموعظة وبين التهديد والوعيد والرغبة والجنان والنيران كنت أكتب هداية إلى أن عليهم السلام عندهم مجموعة هائلة جدا من التراث لتخلصنا من بعض المشاكل يعني غير الجانب الفقه الاستنباطي أتحدث الذي أثاره هو السيد هو جانب جدا مهم ورائع جدا أنا أضيف تكميلا له يعني قبل لعل سنوات طرقنا إلى موضوع له علاقة بما يتعارف اليوم بمصطلح التنمية البشرية وتعرفون أن التنمية البشرية من المسألة الخطرة لأن تتحدث عن بناء الإنسان يعني ليست مسألة طبية أو هندسية يسهل البرهن عليها وإنما هذه مسائل تتعلق بصياغة الإنسان وهي أخطر ما يكون ونحن في عقيدتنا نعتقد أن صياغة الإنسان تكفل بها الله تعالى يعني كما أرسل الكتب وأرسل الأنبياء أرسل أيضا المنهج الذي يجعلنا نرتقي الإشكال عندنا في إبراز هذا المنهج بطريقة تقبلها الأذهان العامة الأذهان العرفية يقبلها الطالب تارى أمر تخصصي أنا أذهب إلى الحوزة فلا بد أن أتعب وأنا أبذل جهدا في فهم الناص ومتابعة الناص غيري قد لا يكون له هذه الهمة أحتاج إلى أن أبرز الجوانب الثيأثاب قلم عليه السلام بطريقة يقبلها الطالب يقبلها الفتاة هذه التحديات الأخلاقية الكبيرة التي أمام لا يكفي أن نتحدث أمام أبناءنا الطلبة بالعمومات هذا لا يكفي هو يحتاج إلى منهج يسير عليه أنا أسمع الآن دورات في التنمية البشيرة مثلا من باب ليس نقدا أنا أتحدث بتجرد مثلا دورة ماذا دورة في القيادة أو دورة مثلا في كيفية إدارة الوقت أو دورة في مسألة كيفية السيطرة على الغضب من غير الممكن أن دورة لمدة أسبوعين تجعلني قائدا هذا كلام غير منطقي أو خلال أسبوعين تجعلني أسيطر على غضبي أو أسبوعين أجعلني قائدا بالعكس قد هذه الصفات إذا تعطى تجعلني أنا إنسان متهورا متكبرا لأني دخلت دورة وأنا قائد حتى أفضل من أبي وأفضل من أمي لأنهم لم يعرفوا هذه العلوم هذه المساء الواقعة المساء الخطيرة جدا قد تحدث في المجتمع بعض الإرباك أولادنا شبابنا أبنائنا بناتنا نحن حريصون عليهم لكن في نفس الوقت هم عندما يسأل يقولون أعطونا منهجا الكليات العمومات في بعض الحالات لا تنفع يأتي مسلم يقول أن القرآن الكريم تحدث عن كروية الأرض قبل 1400 سنة يا أخي أنت أين كنت قبل غاليله مثلا وترى الأرض جامدة وترى الجبال جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة الصحاب قال هذا يدل على كروية الأرض العبرة ليس في الآية الآية تكلمت العبرة في من يستطيع أن يستنبط من الآية الذي ذكرته جنابك منهجا أنا أشد على يديك وندعمك أيضا ولكن أطلب منك أن توسع البحث ليس للإمام الرضا فقط وإنما بقية الأهمة وهذا الذي يعني أرجو أن تستنجدت بي وأنا الآن أطلب من كذلك نشكل من تحب من اللجان ومن الشخصات التي تحب على أن يوضع منهجا مميزا سلسا مع الحفاظ على المادة وعلى النص كما قال جنابي الشيخ النص لا يمكن التلاعب بي فهم النص وفق معايير مهمة لفهم النص الظهور حجة كما يعني نعلم لكن برمجت هذا المعنى بمصطلحات يقبلها الشاب ويقبلها الفتاة تبدأ معه من الروضة بشكل تدريجي إلى الإعدادية لا أقل في العطل الصيفية الآن هناك برامج كثيرة لكل المؤسسات يعني الحريصة على أبنائها حتى لا يأخذها الهوى أو لا يأخذها الفراغ لكن هذه بدائل عندما تكون بدائل جيدة ومنقحة وتشرف عليها رجال علمية أعتقد عندنا تجربة في ذلك في دعاء مكارم الأخلاق في الصحيفة السجادية والآن العمل عليه يعني حثيث لإخراجه على شكل ملازم تدريبية مهمة معدلة وفق ما بيّنه الإمام عليه السلام حتى نخرج بعلم الأخلاق الطبيعي لا أقول التخصصي أقول الأخلاق الذي نحتاجها هناك ألم أخلاق تخصصي نحن لا نتكلم عن هذا له مجال الخاص لكن الأخلاق العامة التي يأتي أو يريدها الأم عليه السلام من خلال مثلا خصوصية الإمام السجاد في الدعاء خصوصية الإمام الرضا تفضلت بما وبقية الأم الأطفال فأنا أرجو منكم أنه مع الأخ في اللجنة العلمية أيضا سمعوني أنه تشكل لجان ليس لجنة لإظهار هذه البرامج والمؤلفات على شكل مناهج يستفيد منها اليوم الشبيبة وأيضا الأساتذة حتى تكون تحت متناول أبناءنا وتحصنهم من المشاكل التي قد لا يستحسن ذكر يعني ذكرها أو ذكر بعضها أشكرك كثيرا سيدنا وجزاك الله خير وشكري أيضا للباحثين العزيزين المتقدمين جزاكم الله خير وشكرا شكرا جزيلا جناب السيد الفاضل آخر مداخلة لجناب الشيخ عادي سيدنا هذا ممكن إضافة لكلامكم يعني قمة العطاء وفعلا أنا ساند رأيكم بأنه دورات المقدمة هي ليست تكفي فمثلا القيادة هي مو دورة تدريبية لا هي نهيج حيات يعني الطفل وهو صغير يجب أن يعلم على فن القياد أو فن استثمار الوقت أحسنتم جناب السيد المحترم أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم أنا حقيقة ابتداء أن أستسمح سماحة السيد الأجل المهذب بين الكلام بحضرته لأنه يسمح لي أنا أقول هو عالم سماحة السيد وأطنى بحقيقة وكما تعلمون الطاب يعني كلام كله فإسمح لي بهذه المداخلة على سيدنا الأستاذ السيد الفاضل عفوا هو ذكر قضية أنه الإنسان عندما يكون جسده مضمون يسمون نصر العبارة ماته يكون قريب إلى الله فأعتقد أنا أختلف في هذه الموضوع بالعكس عندنا روايات روايات عفوا الإنسان وين كان أكو جانب آخر من هناك من يعتر نفسيا لماذا وقع بي وليس بغير لكن الغالب أن الإنسان يقطع إلى الله عندما يكون في حال المرض حتى عندنا روايات إذا زلت مريضا فاطلب منه الدعاء شن السببب لأنه أقرب ما يكون وأشيد بإلسات الأفاضل رئيس الجلسة ومقرر الجلسة حقيقة مهنية لمسناها جزاهم الله خير جزاء على هذه المهنية بإذارة الجلسات شكرا جزيلا شكرا لسماحة الشيخ المحترم شكرا لسماحة الشيخ على هذه المداخلة طبعا على وفق المعايير العالمية المعتمدة وأنه جزء من الرضا بقضاء الله والاطمئنان النفسي الإنسان المطمئ النفسيا هو الذي يكون أقرب إلى الله أما على وفق رؤية جنابك الكريم فجدا محترمة وجدا واقعي نعم ما نقلت جدا محترمة لكن نفس الوقت أكو رأي آخر نحن نقلنا شكرا جنابك شكرا لجناب الأستاذ الدكتور السيد نجم الموسوي شكرا جزيلا وعلى ما قدمه أيضا من عرضا لبحثه ويعني ما أثير حول هذا البحث أيضا من مداخلها شكرا جزيلا أحياكم شكرا 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 البحث الرابع مرويات الإمام الرضا عليه السلام في التربية الصحية وهو جناب الأستاذ المساعدة الدكتور محمد ناظم المفرجي من كلية العلوم الإسلامية في جامعة كربلاء نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد أطلب أيضا من جناب السيد مقرر جسع يعطينا إجازا عن سيرة الأخ الباحث السيرة الذاتية للباحث هو الأستاذ المساعد الدكتور محمد ناظم محمد صالح المفرجي حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة والعلوم الإسلامية من كلية الفقه جامعة الكوفة تدريسي في كلية الشيخ الطوسي وتدريسي في جامعة كربلاء كلية العلوم الإسلامية قسم الفقه متخصص في الفقه وأصوله درس فقه العبادات وفقه المعاملات وأصول الفقه وفقه الأحوال الشخصية والقواعد الفقهية لديه العديد من البحوث المنشورة في موضوعات مختلفة مثل قواعد إسقاط العقوبات والاحتياط والمطلق والمقيد وحجية الإجماع والترجيح عند علماء الإمامية اشترك في الكثير من الدورات وشارك في الكثير من اللجان أشرف وناقش عددا من الرسائل والأطاريح قوم العديد من البحوث العلمية وسيلقي بحثه علينا البحث الموسوم مرويات الإمام الرضا عليه السلام في التربية الصحية قراءة في كتاب فقه الإمام الرضا عليه السلام لعلي بن بابويه القمي فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان للعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والأساتذة الأفاضل الأخوة الحضور مع حفظ المقامات والمناصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واقعا عبارة مشهورة في الأوساط ويتداولها أغلب الأخوة هي الوقاية خير من العلاج من خلال هذا البحث صلطنا على مسألة جدا المهمة وهي الجانب التربوي الصحي في روايات الإمام الرضا سلام الله عليه وهذه الروايات هي واردة في كتاب نسبة إلى الإمام الرضا ويسمى الفقه الرضوي أو مشهور بالفقه الرضوي ولا يخفى على حضراتكم أن من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى أن من علينا بالصحة والعافية ومن جملة ما يرتلي الإنسان في حياته هو المرض وبالمرض يتذكر الإنسان نعمة العافية فيعرف قدرها ويحاول استثمارها في المستقبل فيما فيه رضا الله سبحانه وتعالى والبلاء في الدنيا تذكير واختبار وتمحيص للعبد قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وكما ورد ذلك في رواية الإمام الرضا هذه الرواية وردت عن أمير المؤمنين وعند البحث وجدتها أنها وردت عن الإمام الرضا أيضا قال عليه السلام الصحة والأمان نعمتان مجهولتان لا يعرفهما إلا من فقدهما ومن المسائل التي أولى الشارع المقدس اهتمامه بها هي التربية بشتى أقسامها الأخلاقية الدينية الصحية الاقتصادية العقادية وغيرها سواء كانت هذه التربية تستهدف الفرد على نحو الخصوص أو تستهدف المجتمع ولأهمية هذه المسألة وعظم أثرها جاءت فكرة البحث الموسوم بمرويات الإمام الرضا عليه السلام في التربية الصحية قراءة في كتاب فقه الإمام الرضا عليه السلام لعلي بن بابويه القمي المتوفى سنة 329 هجري والذي يراجع المدونات من مختلف تنوعها والتي حوت هذه الروايات سيجد أن من بينها وأقدمها كتاب فقه الرضا الذي اجتمل على عدة أبواب تختص بالتربية الصحية طبعا مفردة التربية الصحية نحن استعملنا هذا المصطلح حتى نكيف الروايات الموجودة مع الواقع الذي نحتاجه بقسميها التربية الصحية بقسميها المعنوي والمادي وكيفية معالجة الأمراض التي تصيب الإنسان فإذا راجعنا الفقه الرضاوي سنجد هناك باب يسمى باب حديث النفس وباب النفاق والرياء والعجب وباب الحجام والحلق وباب الزي والزين وهذه الأبواب الباب الأول والثاني تتعلق بالأمراض النفسية والباب الثاني والثالث تتعلق بالأمراض البدنية فما هي الروايات التي ذكرها الإمام سلام الله عليه رب يربي من خلالها الفرد في الوقاية من الأمراض فيما لو التزم بهذه الروايات أو عمل بهذه الروايات وهي الروايات أخلاقية في الأغلب فيها دعاء فيها ذكر لله سبحانه وتعالى ونحنها سيجد أن هذه الأبواب قد احتوت على مرويات تحث على الاهتمام بالتربية الصحية وأن العمل بها ينعكس على استقرار وسعادة الفرد والذي بدوره ينعكس على استقرار وسعادة الأسرة والمجتمع ولذا انتظمت خطة البحث على مبحثين المبحث الأول جاء بعنوان التعريف بالتربية الصحية وأقسامها وآثارها وانقسم على ثلاثة مطالب المطلب الأول عنية بمعنى التربية والمطلب الثاني عنية بأقسام التربية والمطلب الثالث عنية بآثار التربية أما المبحث الثاني وهو الأهم إذ جاء بعنوان التربية الصحية من الأمراض النفسية والبدنية وانقسم على ثلاثة مطالب المطلب الأول باب وحديث النفس أنا سأشير في كل مطلب من هذه المطالب إلى رواية ذكرها الإمام سلام الله عليه لخصوصية الباب وانعكاسها التربوي والصحي وفي هذا الباب اختص كما ذكره علي بن بابويه القمي في هذا الباب اختص بحديث النفس والوسوسة فقد ذكر ابن بابويه رواية نصها أن سائل يقول سألت العالم العالم هو الإمام رضا سلام الله عليه كما يعبر عنه ابن بابويه القمي عليه السلام عن الوسوسة وإن كثرت قال لا شيء فيها تقول لا إله إلا الله وفي رواية أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله والوسوسة كما تعلمون لها أحكام فقهية ذكرها العلماء في بابها والذي يراجع إن شاء الله البحث سيجد الأحكام الفقهية التي ذكرها العلماء وما يتعلق فيها في المطلب الثاني وهو باب الرياء والنفاق والعجب فقد ورد في الحديث أن كل رياء شرك وإياك والرياء فإنه الشرك بالله وهو من الأمراض التي تصيب النفس ويكون الفرد مأثوما إذا اقترن عمله بالرياء وبعضهم عبر عن الثلاثة الرياء والنفاق والعجب بأمراض القلب وقد وردت روايات كثيرة تشير إلى هذه الأمراض كما ذكرها ابن بابويها القمي قال أروي عن أمير المؤمنين عليًا عليه السلام قال في كلام له أن من البلاء الفاقه وأشد من الفاقه مرض البدن وأشد من مرض البدن مرض القلب في إشارة إلى هذه الثلاثة في المطلب الثالث وهو اختص بالأمراض البدنية وكيفية علاجها وتناولت فيه أولا باب الحجامة والحلق التي اقترنت فيها آداب كثيرة ربما بعض الأخوة مطلع على هذا الباب فمن الآداب التي اقترنت بالحجامة قول الإمام رضا عليه السلام فإذا أردت الحجامة فاجلس بين يدي الحجام وأنت متربع وقل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم في حجامتي من العين في الدم ومن كل سوء وإعلال وأمراض وأسقام وأوجاع وأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كل داء هذه تربية واقعاً إذا ما التزم بها العبد سيجد آثارها ربما ليس في الحين لكن على مستوى المستقبل ستنعكس عليه وقد تتصف الحجامة بأحد الأحكام التكليفية باعتبار أن دائرة البحث نعمل على الفقه الرضوي وهو يذكر الأحكام الفقهية فتتصف الحجامة بأحد الأحكام التكليفية فقد تكون حراماً فيما إذا أضرت بالمحتجم أو كانت عند الإحرام وقد تكون واجبة إذا توقف شفاء المريض عليها وتكون مكروهة فيما إذا كانت في شهر رمضان وكان إخراج الدم مضاعفاً للصائم وتكون في بعض الأيام خوفاً من البرص وما إلى ذلك من الأمراض التي فهي يتغير الحكم الشرعي لهذه المسألة بتغير الموضوعات التي تطرع على العبد والحلق كذلك اللي هي الحلاقة من منا لا يذهب إلى الحلاق في معلومة أو أحد العلماء يذكر في تفسير الأمثل وجدت هذه الرواية أو هذا التعبير أن في الجاهلية كانت الحلاقة من القضايا التي تعد عار على المكلف أو على الإنسان فلا يحلقون أبداً فجاء التشريع في الحج أشار إلى قضية الحلاقة وأوجبها الشارع فلنرى ماذا ذكر الإمام رضا في هذا الباب وما فيه من تفصيل فقد ذكر ابن بابويه القمي رواية عن الإمام رضا عليه السلام قوله وإذا أردت أن تأخذ شعرك فابدأ بالناصية فإنها من السنة وقل بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله وبالله وعلى ملته رسول الله صلى الله عليه وآله وسنته حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين اللهم أعطني بكل شعرة نوراً ساطعاً يوم القيامة فإذا فرخته فقل اللهم زينني بالتقى وجنبني الردى وجنب شعري وبشري المعاصي وجميع ما تكره مني فإني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلى نهاية الرواية هذا الحديث هذا التفصيل واقعاً هو إذا ما التزم به العبد سيجد الأثر في هذه المسألة والبركة تحل في هذه المسألة وأيضاً للحلاقة أحكام شرعية أحكام فقهية منها أنها مستحبة في ذاتها مستحبة فقد ذكر الفقهاء أو ذهب الفقهاء إلى استحباب الحلاقة ابتداء من الناصية ثم الانتقال إلى الجانبين ولكن نلاحظ الآن الذي يذهب إلى الحلاق نجد أن أغلب الحلاقين يبدأ بالجوانب ثم ينتقل إلى الناصية وهذه شائعة في أوساطنا ثم الانتقال إلى الجانبين ومستقبلاً للقبلة ويستحب الابتداء بالناصية ويمكن أن تتحقق في عنوين أو تتحقق العناوين الأخرى فيكون واجباً ومحرماً ومكروهاً حسب تغير الموضوع ثانياً باب الزي ثانياً باب الزي والزينة وهو أيضاً من الأبواب المهمة من منا لا يراعي زينته ومن منا لا يراعي شكله ومن منا لا يهتم لهذه المسألة فقد ذكر ابن بابويه رواية عن الإمام الرضا عليه السلام قوله وإذا لبست ثوبك الجديد فقل الحمد لله الذي كساني من الرياش من الرياش مع ذرة وما أواري به عورتي وأتجمل به عند الناس اللهم اجعله لباس التقوى ولباس العافية وأجعله لباساً أسعى فيه لمرضاتك وأعمر فيها مساجدك وإذا أردت أن تلبس السراويل فلا تلبسه وأنت قائم وإلبسه وأنت جالس فإنه يورث الحبن وفي رواية الجبن أو الجبن والماء الأصفر ويورث الغم والهم وقل بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله اللهم استر عورتي ولا تهتكني في عرصات يوم القيامة إلى نهاية الرواية الواردة طبعاً هذه الأبواب التي تناولناها وأشرنا إلى كثير من المسائل في مضامين البحث ومتن البحث ممكن الرجوع والاستفادة منها أو الإطلاع عليها وفي خاتمة البحث توصلنا إلى عدة نتائج ممكن أن نعرضها عليكم على شكل نقاط أولاً أن الشارع المقدس اهتم اهتماماً بالغاً في الإنسان بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة فذكر الكثير من التشريعات التي عالج من خلالها حالات الجهل والظلم التي كانت سائدة ثانياً لا شك أن ما يصدر من المعصوم من قول أو فعل أو تقرير هو حجة علينا وهذه الروايات الواردة التي جاءت تعالج الكثير من المشاكل التي تواجه الفرد ابتداء ثم تنتقل إلى المجتمع ثالثاً أن هذه الروايات التي ذكرها الشيخ القمي وإن ناقش الفقهاء وأرباب الحديث في سندها ومتنها إلا أن ما ذكر من روايات مقبولاً بعمومه واستدل به في كثير أو استدلوا به في كثير من موارد البحث كل بحسب موقعه وأغلبها روايات تناولت موضوع الآداب الدينية والتربوية وعنونت بعناوين عدة منها آداب العشرة والمعاشرة وأبواب متعددة من قبيل باب حديث النفس وباباء الرياء والنفاق والعجوب وما لذا رابعاً الذي يطالع الروايات في كتاب فقه الإمام الرضا عليه السلام سيجد أن علي بن بابويه القمي قد بوابه على أبواب عدة وفرز فيه أكثر من رواية ربما فيما بعد من جاء بعد هذا العالم بعد هذا الشيخ الفاضل رحمه الله قد خصص لكل باب من هذه الأبواب بحثاً مستقلاً وتنوعت وتطورت العلوم نقطة واحد تم تناول الروايات التي اختصت بالأمراض النفسية كما يسميها الآن العلماء أو الأطباء في الوقت الحالي من قبيل حديث النفس والوسفسة والتي يصاب بها الإنسان وكذلك الروايات التي اختصت بالأمراض البدنية ولها أحكام فقهية خاصة تم تعرض لها بحسب الحاجة والمقدار المناسب وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر للأخوة القائمين على إدارة العتبة العباسية وعلى رأسهم السيد الجليل والأخوة القائمين باللجنة العلمية والتحضيرية جزاهم الله خير وأشكركم جزيلا شكر على حسن الاستماع وأنا أكون في خدمتكم إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أحسنتم الأستاذ المساعد دكتور محمد ناظم المفرجي الآن إذا مع جناب الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم على فتح هذه النافذة الرحبة والمفيدة للمجتمع لكن أنا ذكرت في الأيام الماضية ملحوظة أكررها يوجد نمط من البحوث تحتاج إلى تخصصات متعددة إذا أمكن الاستعانة بهذه التخصصات مثلا اختيارك لهذا المتن كان يمكن له عندك مشورة مع بعض الفضلاء الأعزاء لا اقترحوا عليك مثلا كتاب عيون أخبار الرضا سلام الله عليه أو من لا يحضره الفقيه أو بعض الكتب المعتبرة الأخرى هذا فيه ألف كلام ما اخترتموه من متن هذا المتن ليس مناسبا من الناحية الأخرى لم تبينوا من الناحية التخصصية الأبعاد الصحية مجرد أنه استعرضتم ولو الوقت محدود لكن لو كان هناك نموذج واحد أنه هناك أثر صحي لما ذكر في بعض الروايات لكان هذا في الحقيقة قوة لبحثكم وأكثر إفادة لنا بسم الله الرحمن الرحيم تفضلتم جناب الدكتور مسألة فقه الإمام الرضا عليه السلام ليس إشارة مختصرة يعني وافق لما أفاده جناب الشيخ الله سلم طب العنوانكم أعتقد أيضا يحتاج إلى مناقشة أنتوا بيّنتوا أن فقه الإمام الرضا لعلي بن بابوي هذا الشكل كان بالإمارة وهذا جزء من النتيجة بعض النتائج التي خلص إليها الباحثون في نسبة هذا الكتاب للإمام الرضا هذا الكتاب أول من أشار إليه أنه للإمام الرضا هو المجلس الأول وادعى أن هناك مجموعة من أهل قم كان معهم فلان جاءوا بكتاب عتيق وكانوا يهتمون به وباجتهاده الخاص هو قال أن هذا الكتاب هو كتاب فقه الإمام الرضا وعتمده الشيخ المجلسي الإبن صاحب البحار وأيضا اعتبره الوسائل وشيد أركانه صاحب الحدائق رضوان الله عليه وأيضا اعتمد عليه صاحب الرياض مع أن مسالكهم يعني في الاستضار مختلف لكن لم يقبل الآخرون أن هذا الكتاب هو للإمام الرضا عليه السلام أو فقه الإمام الرضا فبقى الكتاب لمن؟ البعض قال أن هذا كتاب هو لوالد الشيخ الصدوق الذي هو علي بن بابويه لأنه اسمه علي بن موسى وعندما يقول قال علي بن موسى البعض كان يعتقد يعني علي بن موسى لمام الرضا فأنه الكتاب له وهو عبارة عن وصايا لولده والبعض قال لا هذا كتاب الشلمغاني والشلمغاني هو من الشخصيات التي خرج فيها لعن من الناحية المقدسة في زمن النائب الثالث حسين بن روح وكتاب الشلماني اسمه التكليف هو ليس فيه يعني إلا لعن رواية أو روايتين كما عرضه ابن روح على علماء قم في تلك الفترة رواية أو روايتين مخالفة البقية هو على سياق العام لكن تحديد كون هذا النص من الإمام عليه السلام فيكون هو كتاب رواية هذا محل كلام يعني نسبته لمن هذا لا بد أن نعرف وفضلا عنه هو كتاب رواية ما يعامل معاملة الكليني يعني الكافي ولا يعامل معاملة ملاقر الفقه فلو كان هناك يعني رغبة من جنابك وإن أنتم ذكرتم غالبا هي أمور مستحبة يعني لا مشاحة في ذلك باعتبار لم تستندوا على رواية فيه لإثبات شيء واجب وإن قلتم أن الأمور الأخرى تدور يعني الأحكام تدور مدار تبدل موضوعات وهذا أمر صحيح أو استعنا بكتاب ليس فيه هذا الجدل وأيضا فيه هذه الروايات لكن يعني عذرك باعتبار أنك تريد أن تبين للإمام الرضا عليه السلام تحديدا أيضا كان يمكن أن نأخذ ما صدر من لسانه الشريف في هذه الأحكام من خلال متون فقهية أكثر استقرارا متون عفو روائية أكثر استقرارا وقبولية لكان أدعى إلى أنه يعني يكون المبحث قيمة العلمية عفوا أنا أتحدث عن هذا الجانب يعني تما جئت به شيء جيد جدا أنه قيمة العلمية في أهل التخصص يكون مقبولا أكثر جزاكم الله خير شكرا جزيلا جناب السيد آخر من داخل جناب سيد دكتور نذير بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أحببت أن أكون بخدمة الباحث والحضور في قضيتين قضية الأولى مرتبطة بالعنوان ليس من الزاوية التي طرحها الأساتذة الأعزاء طرحه مسألة مسألة البحث أو مسألة عنوان البحث اللي هو كتاب الإمام الرضا وفيه بعض الملاحظات ولكن أتحدث عن الموضوع وهو التربية الصحية فكنت أتمنى أن تكون التربية الوقائية وأغلب الأحاديث اللي تفضلت بها هي مرتبطة بالتربية الوقائية وكثير من العلماء أن يقولون أصلا الإسلام والقرآن وحديث أئمة أهل البيت لا ينتظرون أن الإنسان يقع في المشكلة حتى يقدم له العلاج وقد يكون العلاج في جانب تجريبي يعني قد يكون له اختصاصات متعددة هذا من جهة من جهة أخرى كنا نتمنى أن نجد أو يجد الباحث وكل البحوث ثقافة مجتمعية هذه مسألة جدا مهمة ثقافة مجتمعية وخطوات ممنهجة في إيجاد التربية الوقائية في المجتمع هذه مسألة في غاية أنا أعتبر هذه ثمرة هذه المؤتمرات هذه المؤتمرات أبحاثها قد تكون في بعض الحالات حبيسة هذه القاعة إذا وجدنا هذه البرامج أن نوجد ثقافة مجتمعية على التربية الوقائية بعد تشخيص الأمراض الأساسية المهمة في المجتمع ونقدم للمجتمع هذه الخطوات لمعالجة هذه ووقاية المجتمع من هذه الأمراض أنا أعتقد هذا هو النجاح الباهر من هذه المؤتمرات شكرا لكم شكرا لسيد رئيس الجلسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من زاوية تخصصية ذكر الباحث الكريم حديث النفس على أنه مرض نفسي حقيقة الأمراض النفسية كثيرة ومتعددة ومتنوعة ويتصنف أمراض نفسية وأمراض اجتماعية وأمراض عقلية حديث النفس إذا كان ضمن الحدود الطبيعية للإنسان نعم بإمكاننا اعتماد المنهج الوقائي كما ذكر السيد لكن إذا كان حديث النفس ضمن دائرة الأفطراب لا ذاك الوقت سننتقل إلى المنهج العلاجي والمنهج العلاجي على وفق الحالة حديث النفس هو عرض وليس مرض يعني جزء من جملة أعراض وعادة ما تكون الأمراض النفسية أعراضها وجدانية في الوجدان في المشاعر في الأحاسيس في السلوك في المظاهر الاجتماعية يبقى عندنا الجانب الفكري نقي الجانب الفكري متى ينضرب في حالة الأمراض العقلية عند إذن حديث النفس في حالة الأمراض العقلية هذا ما يشار إليه بالجنون وقد يصعب على وفق تصنيف الأمراض العقلية سواء كانت تعود لسبب وظيفي أو سبب عضوي نتيجة الحوادث أرجو تصحيح هذه المعلومة من جناب الباحث شكرا جزيلا إن شاء الله أنا واقعا أشكركم على هذه المداخلات لكن إشارة إلى يعني ألملم الأسئلة بإجابات متسلسلة في قضية اختيار عينة الكتاب فيه جنبتان الجنب الأولى أنه باب للأحكام الفقهية حتى أدخل من هذا الباب وربط الروايات المستحبة أو فيها الجانب الاستحبابي مع الجانب الفقهي وبيان هذا الحكم وممكن أن ندخل في تفاصيل نعم الكتاب فيه إشكالية ونسبته إلى الإمام رضاه محل بحث ودراسة تفضل السيد لو كان العنوان التربية الوقائية أنا ابتدأت بالوقاية خير من العلم وممكن أن المقصود بالتربية الصحية هي الوقائية ولسان حال الروايات هكذا يعني هي في نظر الاعتبار مأخوذة ومناقشة في المطلب الأول بالنسبة لسؤال أو مداخلة الأستاذ جزاكم الله خير حديث النفس ينقسم على قسمين ما هو إيجابي أن الإنسان يسأل نفسه أين الله من هو الله وهذا فيه فالجانب إيجابي أن الإنسان لا بد أن يسأل وفيه جانب سلبي مؤداه الوسوسة يتطور هذا الجانب أنا أتكلم في الجانب الديني أو الفقهي أو ما يترتف فيه السلبي مؤداه الوسوسة والوسوسة وحديث النفس أيضا أشار إليها ابن بابوه في الكتاب وذكر روايات في هذا المضمار فالمقصود كما تفضلتم وأنا أؤيدكم أن حديث النفس فيه جنب إيجابية يجب على الإنسان أن يكلم نفسه لكن في أي مواضيع هذه تختلف أما جانب السلبي الذي كان تحت البحث أو دائرة البحث هو الذي يكون مؤداه الوسوسة وطبعا هناك فرق بين حديث النفس والوسوسة وآخر دعوانا أحسنتم جناب الأستاذ المساعد دكتور محمد ناظم المفرجي البحث الخامس والأخير في هذه الجلسة الصباحية هو الإرشادات التربوية في فكر الإمام رضا عليه السلام وآثارها اجتماعية لفضيلة الشيخ الدكتور شاكر عطية الساعد والمدرس المساعد منتظر حليم الزبيدي أدعو فضيلة الشيخ شاكر الساعد إلى المنصة مسوقا بالصلاة على محمد وآل محمد وأطلب كذلك من السيد مقرر الجلسة أن يعطينا موجزا تعريفيا عن سيرة جناب الشيخ الدكتور شاكر عطية بسم الله الرحمن الرحيم السيرة الداتية للباحث هو الشيخ الدكتور شاكر عطية ضويحي الساعدي ابتدأ مسيرته العلمية بدراسة أنظمة الحاسوب ثم تحول إلى دراسة الفقه والمعارف الإسلامية حاصل على شهادة الدكتوراه في الكلام الإسلامي من جامعة المصطفى العالمية وهو تدريسي على ملاك كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية درس علم الكلام في الإلهيات والنبوات وعلم الكلام المعاصر وأشرف على الكثير من البحوث والرسائل له مؤلفات تتجاوز العشرة مؤلفات منها مختارات من المفاهيم الكلامية في القرآن والسنة والأجوبة الوافية في رد شبهات الوهابية والمعادو بين القرآن والتوراة والإنجيل نشر العديد من البحوث في المجلات العلمية المحكمة والعالمية ولديه مشاركات علمية في كثير من المؤتمرات كان عضواً ورئيساً للعديد من اللجان العلمية والإدارية وله مشاركات اجتماعية كثيرة وسيلقي بحثه الموسوم الإرشادات التربوية في فكر الإمام الرضا عليه السلام وآثارها الاجتماعية فليتفضل مشكوراً أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأفضل الذكري وأتم التسليم على المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسمي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد أصحاب السماحة الأساتذة الأكارم السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات والمراتب العلمية أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم السلام ورحمة الله موضوع بحثنا طبعاً سأتكلم بنحو من الإجاز لنتداركنا وقت الصلاة فسوف أقتصر على بعض المقتطفات الموجزة عن موضوع بحثنا الذي عنونا تحت عنوان الإرشادات التربوية في فكر الإمام الرضا عليه السلام وآثارها الاجتماعية وهو بحث بالاشتراك مع طالب الدكتوراء الأستاذ المدرس المساعد منتظر حليم شرهان وهو من أساتذة جامعة ميسان واقعاً مسألة التربية والتنشئ هي مسألة لا تقفى على أحد منها إذ أنها القاعدة التي تستند عليها بقية الجوانب والأبعاد الحياتية وما يرتبط بحركة وتكامل الفرد ولهذا كانت منطلق للدعوات والبعتات الإلهية في تهذيب النفس وتدخيرها والاهتمام بها من خلال الإرشادات والتوجيهات التربوية الإلهية التي جاءت على لسان الأنبياء والمرسلين بما فيهم خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبو القاسمي محمد صلى الله عليه وآله إذ جعل الله سبحانه وتعالى من أهداف بعثته الشريفة تهذيب النفس وتدخيرها وهو ما ورد في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فنلاحظ من خلال النصوص والروايات وما ورد فيها من التأكيد على التنشئة الصحيحة والتربية السليمة أن التربية تتقدم عادة على التعليم كما في هذه الآية وقد ورد في الذكر الحكيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والسنة النبوية وبما فيها سنة الأئمة المعصومون سنة المعصومون عفوا عليهم السلام ليست بعيدة عن هذه الآيات والنصوص بل جاءت مقارنة بل هي القرآن الناطق كما عبر عنه معذل القرآن ومن منطلق قول النبي صلى الله عليه وآله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلم تستثني هذه القاعدة العامة والخطاب العام أحد من المسلمين بل من الأمة الإنسانية فكل إنسان مشؤول على رعيته والإمام أولى بهذه المسؤولية والقيام بهذه المهمة ولا سيما أنه مسؤول عن هداية الناس وهو امتداد حقيقي للرسالة النبوية فلذلك حاولنا من خلال هذا البحث أن نسلط الضوء من خلال ما جاء في بيان مسؤولية الإمام الرضا الدينية الشرعية الإلهية أزاء الأمة باعتبار أن هذه المسؤولية تعد اللبنة الأولى لبناء مجتمع سليم وهذا ما تؤكد عليه الشريعة الإسلامية وذلك من خلال ما ترك لنا الإمام الرضا عليه السلام من إرث فكري تربوي إرشادي يتضمن مجموعة من الإرشادات والوصايا العلاجية والوقائية لأجل انتشال الفرد والمجتمع من الانحطاط والانحراف الفكري والسلوكي ولكي ينير لهم الطريق بالتربية القرآنية الإسلامية الصالحة والتي من خلالها يرتق الإنسان من سلم الكمال إلى أعلم براتب الكمال واتخذنا أو اعتمدنا على المنهج الاستقرائي الوصفي تارة والتحليل تارة أخرى في بيان هذه الإرشادات وما لها من إعكاسات وآثار التربوية على المستوى الاجتماعي والتي عبرنا عنها بالآثار الاجتماعية وقد تناولنا البحث ضمن ثلاثة مطالب المطلب الأول كان في بيان المفاهيم العامة التي تضمنت بيان مفردات هذا الموضوع والمطلب الثاني تضمن بيان الإرشادات واخترنا من بين هذه الإرشادات خمس وأما المطلب الأخير فتضمن بيان الآثار المترتبة على هذه الإرشادات ومن بين هذه الإرشادات ما ورد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في التأكيد على صدق الحديث إذ يعد الصدق علامة من علامات تكامل الفرد وسمة من سماته الإخلاقية التي لها دور عظيم في بناء شخصيته وتطوير ذاته بما ينعكس إيجابا على بناء مجتمع سام متطور متقدم يتناغم مع الركب الحضاري وهذا ما جاء التأكيد عليه من قبل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذ أعطى لهذا الأمر أهمية كبرى ومنها أنا أختصر بناء على الاختصار لأنه الوقت يداهمنا في قوله عليه السلام عليكم بالصدق وإياكم والكذب فإنه لا يصلح إلا لأهله وهو بذلك يريد أن يؤكد على قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الإرشاد الثاني والأمر الثاني هو التأكيد على أداء الأمانة وأيضا مسألة الأمانة وأداء الأمانة هي من مقومات الفرد والمجتمع في آن واحد ولهذا عرف نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله قبل كل شيء بالصادق الأمين فهي منطلقا أيضا لبناء الفرد والمجتمع وهذا ما تجلت لنا من خلال سلوكيات إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه والغاية منها هي توثيق العلاقات والأواصر بين أبناء المجتمع بخلاف الخيانة التي تمثل نقطة الخلاف والإفتراق بين الناس وأنها من العادات السيئة والتي نهى الله سبحانه وتعالى وأمرنا بأداء الأمانة ثالثا التأكيد على أدب المجالسة وأيضا حتى أنه ورد إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب فالكلام إذا لم يكن فيه منفعة ومصلحة للفرد أو للمجتمع فلا ينبغي التحدث به ولا سيما إذا كان يوجب الفرقة والاختلاف ولذا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن كثير كما ورد أيضا في القرآن الكريم النهي عن الغيبة والنميمة وغير ذلك من الرذائل الأخلاقية الكثيرة التي نهى عنها والتي تتعلق بحديث وأيضا الأمر الرابع هو التأكيد على كتمان السر إذ يعد من المقومات الاجتماعية بين أفراد المجتمع التي لها صلة في توثيق وتقوية الصلة بين أبناء المجتمع بما يحفظ صلوم عدم البوع في أسرار الناس طبعا الإمام عليه السلام نقلنا عن هذا الحديث أي يقول فيه المذيع بالسيئة مخذول والمستتر بالسيئة مغفور له وفي حديث آخر تربوي قال عليه السلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من ولية فالسنة من ربك اتمان السر والأمر الخامس والإرشاد الخامس هو التأكيد على مدارات الناس إذ لم يستقم مجتمع من المجتمعات دون مدارات ومراعات مصالح الناس ورعايتهم وهذا ما أكد عليه أيضا الإمام الرضا واستنادا إلى بعض النصوص الأخرى أيضا دعمنا هذا الموضوع أما ما يرتبط بالآثار التربوية المترتبة على ذلك أولا تنمية الشعور بالمسؤولية الفردية والاجتماعية وثانيا توثيق العلاقات بين الفرد والمجتمع وبين الفرد والله سبحانه وتعالى من خلال العمل الصالح والأمر الثالث والأخير تنمية الوعي لدى الأمة بأهمية الإمامة ودورها في الحياة وقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج منها أن من مقومات بناء الفرد والمجتمع أن يكون لديه من يرشده إلى طريق الهدى والصلاح من المهديين بما يرتبط بصالح دينه ودنياه ثانيا إن من الإرشادات التربوية إذا ما قام بها الإمام المعصوم أو الرجل الصالح بإيمانه وسلوكه أعطت ثمارها وأدت فوائدها فمن طلب الهدى والاستقامة في الفكر والسلوك عليه أن يأخذ عن المعصوم عليه السلام ثالثا أن ما أرشد إليه الإمام الرضا عليه السلام من إرشادات تربوية كان مصدرها ومنهجها هو القرآن الكريم لأنه هو القرآن الناطق للقرآن الصامت أما بالنسبة للتوصيات سأترك بعض النقطتين وأنتقل إلى التوصيات أولا الاستفادة مما جاء عن الإمام الرضا في مجال التربية سواء كان على المستوى الفكر النظري أو على المستوى السلوك العمل التطبيقي لحاجة الفرد والمجتمع إلى ذلك ثانيا الاستفادة من مجموع ما ورد عن الأئمة صلوات الله وسلام وبالأخص ما جاء عن الإمام الرضا في إعداد منهج تربوي بأسلوب عصري ومن ثم القيام بتدريسه في المؤسسات التربوية والتعليمية والمراكز الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الديني ثالثا الحث على دراسة التراث العلوي للأئمة من آل البيت لأنه تراث غني بالعلوم والمعارف والمعطيات التربوية والقيمية والحقوقية بما يسهم في سد النقص والثغرات التربوية والأخلاقية في مجتمعنا المعاصر على المستوى النظري والعملي باعتبارا ينسجم مع زمكانية الفرد والمجتمع على مر العصور بهذا واستميحكم العذر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لجناب الشيخ الدكتور شاكر عطية على ما قدم لدينا دقيقتان فقط فإذا كانت هناك مداخلات نختصر هذه المداخلات بمداخلتين إذا كانت هناك ثمة مداخلة جناب الشيخ شكرا لسماعة الشيخ الفاضل هل تقصدون بالإرشادات التربوية المعنى الإصطلاحي فإن المجال التربوي يختلف تماما عن المجال الأخلاقي في حين تضمن بحثكم أمورا نصائح أخلاقية أو تقصدون المعنى الأعم الشامل التسامحي وليس المعنى التخصصي فإن التربية باب آخر ولها أصولها ولها ضوابطها الخاصة بها شكرا لكم الله يبارك بكم طبعا نحن نقصد المعنى الأعم واللي يتضمن مجموعة أنا أحببت أن أعرف عن الإرشاد التربوي باعتبار من خلال بيان مفهوم الإرشاد والفكر والتربية وحتى ننتهي إلى نتيجة وكانت نتيجة ما توصلنا إليه من تعريفنا إلى هذا الإرشاد الذي يكونه في الواقع معنا عام وعملية تقتضي مساعدة الفرد على التبصر بمشكلاته التربوية من خلال معرفة ذاته وقدراته للتوصل إلى الحل الملائم لما ينسجم بما يسمي رسم أهدافه المستقبلية والتي تساعد على تكامل ذاته أو بعبارة أخرى هو العملية رسم الخطط التربوية العامة التي تتلائم قدراته وميولاته وأهدافه بما يحقق له التوافق التربوي ويعد الإرشاد من المقتضيات التربوية فالمعنى العام شيخنا العزيز وحتى الفكر هو أن اصطلحنا عليه فكر الإمام وإنما هو مشروع رسالة وأبعاد أخذنا هذا البعد الخاص من هذه الأبعاد العامة شكرا جامعة مداخلة أخيرة إذا كانت لك مداخلة آخر مداخلة بسم الله الرحمن الرحيم أشكر للأستاذ الباحث على هذا الباحث الجيد خصوصا نشر المفهوم إرشاد التربوية بين المجتمع نحن بحاجة لهاء التربوية في مجتمعنا خصوصا في مجال التربية وأيضا التعليم هو جزء أيضا من التربية والله سبحانه وتعالى يعني لما بعث رسوله يقول يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة الحكمة هي نوع من التربية لأنه إحنا لقمال الحكيم كيف عرفنا حكيم لأنه كان يربي ابنا فالحكمة هي التربية فشكرا جزيلا لهذا الباحث الجيد وخصوصا في مجال خلنقول الرشاد التربوي في هذا المكان محتاجين إلى تربية جيننا جيننا متعطش إلى التربية وإلى الوحدة وشكرا شكرا جزيلا لجميع الأخوة الباحثين الذين اعتلوا المنصة في هذه الجلسة الصباحية وشكرا للأخوة الحضور جميعا أدعو الأخ عريف الحفل لاستكمال ما بقي من منهاج هذا المؤتمر وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أفمن لموسى الطهر نجل وارث هل تنحني إلا له العلياء وسليل حيدر والوريث لعلمه ودماه من عرق طاه دماء جاء الرضا فتهطل العلم الذي به حل في روض العقول نماء الآن مع فقرتي تكريم الباحثين يتفضل السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى ضياء الدين دام توفيقه لتكريم رئيس الجلسة والمقرر وكذلك الباحثين نستقبله وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد يستعد الأستاذ الدكتور نجم عبدالله غالي الموسوي فليتفضل مشكورا لاستلام شهادته يستعد الأستاذ المساعد الدكتور محمد ناظم محمد المفرجي فليتفضل لاستلام شهادته مشكورا تمام إذا كان غير موجود جناب الدكتور المدرس الدكتور شاكر عطية ضوايحي الساعدي فليتفضل مشكورا يستعد الأستاذ الدكتور مزاحا مطر حسين إذا كان موجودا فليتفضل مشكورا يستعد الآن المدرس المساعد منتظر حليم شرهان الزبيدي إذا كان موجودا خلي تفضل يستعد جناب الأستاذ المساعد الدكتور محمد ناظم محمد المفرجي لاستلام شهادته فليتفضل مشكورا تتفضل المدرس المساعد زينب حازم كشيش لاستلام شهادتها فليتفضل مشكورا شكرا جزيلا لسماحة السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة والشكر موصول لكم جميعا سادة الأكارم أنوه إلى أن هذه المجالس هي مجالس يحبها أهل البيت عليهم السلام بنص الإمام الصادق ولذلك لدينا جلسة أخرى مؤتمرا آخر للإمام الجواد عليه السلام نسترعي الانتباه إلى حضوره ونلتمس منكم جميعا المشاركة في الحضور يبدأ هذا المهتمر في الساعة الرابعة عصرا من هذا اليوم إن شاء الله الآن ألتمس منكم جميعا التوجه إلى مضيف العتبة العباسية المقدسة من أجل التبرك بوجبة الغداء الآن التوجه مباشرة كل الشكر وكبير الامتنان لكل من حضر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم بأحسن قبول خير ما نختم به هو الصلاة على محمد وآل محمد بأرفع أصوات ترجمة نانسي قنقر